بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة وما زالت التحديات تتحدى وما زال الأهلي يتصدى إبراهيم أهلا بكم عزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة مع كل هذه التحديات ورغم كل هذه الصعوبات الأهلي ينتصر ويستمر ويواصل دفاعه عن طبيه المرموق للا توهجت فيها روح الفنلة الحمراء للا استدعى فيها الأهلي موروسه البطولي الكبير وليلا فرحت فيها جماهيره أنه لما بتقول روح الفنلة الحمراء حضرة ما تقلقش على الأهلي لكن إزاي تفضل موجودة وإزاي يقدر يواصل بيها الأهلي تحدي التحديات وقاهر الصعوبات دي النقطة المهمة جدا في حلقة النهاردة باش منتصر يا أهلي احتر عدوك فيك يا أهلي احتر عدوك فيك يعني يعملوا إيه في يعني هم تخيلوا يقضوا على الأهلي بأن نفس الملعب بعد 48-72 ساعة يعني 48 ساعة في اليوم الـ 72 واخد بالك يلعب في نفس الظروف المحلة وطبعا يستجاب لكل الطلبات إلا طلبات الأهلي ماشي حتى يعني لعبتنا تلعب ماشي وياريت يبقى فيه قرار متحاد الكورة يلغوا البدعة بتاعة إن المعار ما يلعبش ضدنا دي إحني أول ناس هنسعب بحسن لأن إنت الأصلا إنت بتعير اللعب ليه إنت بتعيره عشان يعني تشوفه في أصعب تحديات أصعب تحديات وإنت بتلعبه هتحس بيه لكن إنت بقى لما تكون بتعيره عشان تحرمه يعني تحرم النادي المنافس من أنه بقى مقوطه ضدك هذا ليس عادلا دي قضية مهمة جدا لكن عايزة أقول لحضراتكم إحنا تأخرنا عليكم للساعة 11 بس كمان استحملونا بعد كده المعادل صيف الدائم لمالك وكتابه الاتنين والخميس من 11 الواحدة إن شاء الله فباستمرار هيكون المعادل المستمر والمستقر مع حضراتكم من الساعة 11 للساعة واحدة وتقدروا اللي شايف في الوقت متأخر أو ظروف التوئيد برى القاهرة أو برى مصر يقدر يتابع الإعادة في اليوم التالي إن شاء الله هو كان ناس كتير جدا حملوني رسالة بقوله على الهوى عايزين البرنامج زي زمان يتعاد بعد الفجر فنتمنى إذا كان في إمكانية فنية بالإضافة لإعادة الدور ما هو كان بتعاد الفجر وبعدين الدور لأنه بقولك الدور ده إحنا عادة نبقى في شغلنا يعني أو في صلاة الجمعة يعني مش متاحة ونتفرج عليه في ناس كتير بتصلي الفجر وتقعد عليه وكان بتعاد الفجر عشان لما كان بتنقل ويروح أمريكا وكده كان فرق التوقيت بيبقى مناسب جدا فأرجو إن إحنا لو في إمكانية الإعادات تلبي رغبات المشاهدين لجنة المسابقات قررت بعض العقوبات بشأن مباراة الأهل والاتحاد وبعض مباراة الأسبوع فرضت غرامة على النادى الأهل ونادى الاتحاد على كل منهما 40 ألف جنيه لما بدر من جمهور الفريقين وقالت إن فيه مظهر غير رياضي ساد بعد نهاية المباراة بالإضافة طبعا توقف مباراة للإنزار التالت كل من الهاني سليمان وخالد أمر لعباية الاتحاد وعلي معلول وجيرالدو لعباية الأهل كمان اللجنة قررت النهاردة يقاف الكابتن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحرب بمباراة وتغريبه 5000 جنيه لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام إمبي وأوقافت محمد طعمة إداري الإنتاج أربع مباريات للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم وأيضا أوقافت مجد الشوم باكي مدلك الفريق 8 مباريات للسلوك غير الرياضي وسب الحكم ونزوله الملعب رغم عدم قيده في قائمة فريقه الحقيقة يعني عقوبات رائعة جدا خاصة أن الجماهير ألقت الزجاجات على حكم المباراة ومنعتهم من الخروج فهم يعني خدوا نفس الجزء يعني بسم الله ما شاء الله المعيار واحد يلا أبراهيم طيب الأهل بيستعد بقوة في جنوب أفريقيا دل تحدي التاني الكبير أوي الأهل ما أنفرغ من مباراة الاتحاد لتوهجت فيها روح الأبطال بجد وشخصية الأهل تجلت في برج العرب تر مباشرة صباحة اليوم التالي علاماتنا طائرة خاصة إلى أقصى أطراف القارة بيواجه سانداونز يوم زهر السابت إن شاء الله في مباراة إدل زهاب لدور التمانية مرت لسارت المدير الفني عمل محاضرة نظرية طويلة مع اللعيبة لشرح المهام والتحدث عن الفريق الجنوب أفريقي واهتم طبعا بتحفيز اللعيبة قبل مواجهة هذا الفريق لمواصلة الانتصارات وأيضا للتجهيز لمباراة العودة لأن مباراة العودة على طول 13 إبريل هتكون في أستاذ السويس إن شاء الله الأهلي لمباراة سانداونز مرت لسارت كان اختار للسفر معاه 21 لعب عقب هذا المران اللي حضراتكم شايفينه القايمة فيها من المسافرين محمد الشناوي وعالو لطفي أحمد فتح ومحمد هاني ورمي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عشورو عمرو السلية وحمد فتح وواليد ندفد ونصر ماهر وجونير أجويه وإحسين الشحات ورمضان صبحي مروان محسن وصلاح محسن وواليد أزارو اجتمع كمان لسارتي بالرباعي حسام عشورو وسعد سمير وشنوى وأحمد فتحي قبل المران اللي تلعب أو اللي أقيم في ملعب الجامعة في بيريتوريا وفيه مران استشفائي للعيبة اللي ما شاركوش في مباراة الاتحاد تعالنا نتوقف أستاذ بريم بسرعة أمام اجتماع مرتل السارتي باستمرار في جزء من اللعيبة هو باختار التوقيت اللي يقعد معهم فيه كيف؟ وهذا أسلوب جديد ما شفنوش من حد قبل كده يعني دايما كان يقول لك أنا قراراتي ما لا تقبل المناقشة وعليكم أن تتقبلوها حتى اللعيب ما كانش بيقدر يروح يتكلم ولا يشتكي فهذا أسلوب جديد مسته في وجهة نظري أنا إيجاد علاقة مباشرة طيبة بين لسارتي وبين لعبي طيب طبعا في كل الاهتمام الكبير ببعثة الأهلي في جنوب أفريقيا هنشوف تقرير من الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى جنوب أفريقيا مع السفير المصري في جنوب أفريقيا السفير شريف عيسى والأساس خالد الدرندالي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة نشوف نطمئن على أحوال الأهلي في جنوب أفريقيا مرحب بك بشمان سعد القيعي أستاذ بريم المنيسي كل مشاهدين وكل جمهور للنادي الأهلي كالعادة الكواليس الخاصة هنا في جنوب أفريقيا ومبرهما ومرتقب الأهلي وصندونز بطل جنوب أفريقيا لكن ترتبات على الأعلى مستوى كالعادة طبعا من معاني السفير شريف عيسى اللي بنراحب بيبه ونجيله كل الشكر والتقدير على الدول الكبير اللي بيبزل من خلال طبعا تزليل كافة الصعاب الخاصة في فريق النادي الأهلي مجود وافر كالعادة شريبي طبعا أهلا بيك فانم أهلا بيكم وأهلا بكابتن عدلي بالمهانس عدلي القيعي أهلا بأستاذ إبراهيم المنيسي طبعا أهلا بالأهلي في جنوب أفريقيا نوارت القارة الأفريقية كلها متفقلين جدا جدا إحنا موجودين معكم من ساعة ما قبل ما تيجوا حتى وإحنا موجودين فأؤكد لك أن إحنا إن شاء الله متفقلين الجمهور كبير جدا المصري اللي عاوز يحضر كنت نلسى بنتكلم على عدد المصريين اللي موجودين هنا وعاوزين يحضره إن شاء الله تبقى مباراة موفقة والأهلي إن شاء الله يرجع من هنا كسبان إن شاء الله ترتيبات على مستوى كالعادة مع طبعا رئيس البيعسة وإستاذ خالد رندلي كابتن سامير عدلي من القاهرة ومصولنا هنا طبعا يعني الترتيبات تمت إزاي الأمور ماشي إزاي لأنه يوم مباراة يوم مهم جدا طبعا معنى الزافير من التعارف محتاج ترتيبات عديدة جدا طبعا من ساعة ما جاء كابتن سامير عدلي من قبل الفرقة ما تيجي وإحنا متفقين إن نحنا نوضى بكل شيء إحنا اتفقنا على تصريح الطائرة الخاصة طلعنا في الوقت المناسب الطائرة جات جابت الفريق في الوقت المناسب أعتقد إن أصول الفريق على الطائرة الخاصة ده كان مريح جدا بالنسبة للعيبة دي حاجة الحاجة التانية إن احنا بننصخ مع النادي هنا من بداية اتفقنا إن عدد الناس اللي حيبقوا موجودين من الجمهور الإقامات لنادي الأهلي أعتقد إنها قامة وحناك شفتها قامة مريحة جدا جدا رئيس البيعصة بقى لصوت خليد درندالي وكالعادة طبعا النادي الأهلي والمكريب المميزة نقبل مديرها هيتولي للمعالي السفير شريف إيضا نشكر طعم السفر وكله أعرفصهم سيد سفير إن إحنا تقابلنا أعلم قبل السفرات التعاملت على أعلى مستوى ما فيش حاجة الحقيقة أثاروا معنا فيها مش أثاروا ما فيش حاجة تتعمل أكتر بالهم عملوه والنهاردة زي أنا شايف احتفال في البيت يعني دي حاجة تشرف يدينا جدا إن إحنا نيجي بيت معالي السفير يعني بيت مصر هنا ونجدنا الحفاوة الكبيرة دي وبعدين يعني كل واحد في عداء السفرات قام بأكتر أكتر أكتر من المتوقع ومن المطلوب درجة إن إحنا بصراحة مكسوفين من اللي تعمل لنا فطبعا ده نتعودنا عليه من أي سفرة بنروحها لمصر هو دي المصريين مع بعض ودول خير من يشرف مصر ويمصر مصر في أي حتة في العالم فإحنا بن يعني نفسنا إن إحنا نقدم درع النادي لأهلي ده عظيم يا فنم ده شرف لنا يا فنم ده شرف ده شرف ده شرف واعتزازنا بمقابلة حضرتك ده شرف يا فنم وكل أعضاء للسفر شرف يا فنم والله خالد بيو يعني أنا شاكري جدا جدا وأنا بقول دايما إذا كنا مصر اللي هي سفير في جنوب أفريقيا فالأهلي زي وزي كل الفرق المصرية بس الأهلي يعني في تميز هو سفير الرياضة المصرية في العالم كله فأنت رفعين رأسنا في كل حتة يا فنم ده شرف لنا ومقابلة حضرتك وإحنا إن شاء الله يعني نقوم بمبارات كويسة يوم السبت ونشرف مصر ونشرف الكرة المصرية وجالية المصرية هنا تسعد وإعضاء صفارة لأن الحقيقة كأهلوية وزملكوية هم يعني في منهم أهلوية في زملك كله جاي شجعنا لأن دي حاجة لمصر فإحنا سعداء جدا سعداء جدا وإن شاء الله تتكرر بقى يعني في أمم أفريقيا بقى بإزد الله إن شاء الله لك وسمنا كأنه قلولنا يعني حفاوة معتادة يعني السفير شريف عيسى الحقيقة سعيد جدا بالوجود الآية طبعا يعني السفارة المصرية في كل وقت أنا ما شفتش تخصير من أي سفارة وأنت لمست كذا سفارية مع بعض صحيح إزاي حجم الحفاوة اللي بيلقاها النادي الأهلي وقطعا بقية الفرقة المصرية قطعا بس النادي الأهلي كمان بيبقى منه امتنانه مساهل الدنيا على السفارات يعني بسم الله ما شاء الله الحمد لله عمرنا ما بنعمل مشكلة ولا بنسبب إحراج وده هو النادي الأهلي وهي دي مصر كلمة موزونة فيها سعادة حقيقة من السفارة وفيه تقدير حقيقي من الأستاذ خالد الدرندلي صحيح ده وفد الأهلي في جنوب أفريقيا وده سعادة السفارة المصرية والسفير المصري السفير الشريف عيسى وترحيبه وامتنانه ببعثة الأهلي ومسندة السفارة للبعثة حمدي فاتحي وأيمن أشرف شاركة في التدريبات الجماعية والجهاز الفني تأكد من الجاهزية حمدي فاتحي عارفين حضراتكم كان عنده إصابة في العضلة الخلفية غاب عن الفترة الأخيرة أيمن أشرف كان عنده كدمة في الظهر منعته أيضا من المشاركة في مباراة الاتحاد الأخيرة والجهاز كان رياحه الاتنين موجودين مع الفرقة وإطمأن الجهاز على استعداده من شاء الله للمشاركة الجهاز كمان أكد على أنه كل اللعيبة في حالة جيدة من المرات الأوليلة من فترة بعيدة أنه تقريبا يكون الجهاز الفني تحت إيده كل العناصر بإذن الله فيه اهتمام كبير جدا في جنوب أفريقيا بالمباراة ممثل التحاد الكرة في جنوب أفريقيا وثلاث مسؤولين من ساندونز حرصوا على استقبال بعثة الأهل في المطار بالجانب عدد طبعا من الجالية المصرية المقيمة في جهالسبرج رفقوا البعثة من المطار لغاية الفندق في بريتوريا وسط حراسة في لقطة هنا لو تعدها لنا وحسين الشحاد بيصر يشيل الشنطة عن حد من الإداريين يعني وكأن حسين الشحاد بيقول والله أنا 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 مش أنا كواسي قوي وده سلوكي الطبيعي يعني أنا مش مش من نوع اللي بيعترض قوي طبعا في كل الترتبات في استشارة التغذية في الناد الأهلي الدكتور هاني وابا وضع برنامج غزائي للفريق دي اللقطة اللي انت طلبتها لحسين الشحاد وهو شايل المهمات لمساعدة وده هي دي روح الأهلي وده علاقة وانا ده بقى العمال للناس لتوقف وصلها كتير قوي ها عن تصرف فرجاني لما تهكم على حرس المرمى بعدين اعتذر له حسنا فاعل مؤكد ان ده سلوك بنشجعه لكن أصلا التهكم ما هو خطأ فلما أنا أصوب خطأي لا استحق التخدير قوي اللي كل الناس عمال يتكلم فيه ها والروح الطيبة الروح الطيبة ولم يشهر أحد إلى الاعتذارات المتكررة والتصريحات المتكررة لأحسين الشحاد وهو مظهر من مظاهر الاعتذار والتواضع عشان يعني يقول أنا صورتي أحسن من كده بكتير فحبيتها توقف قدام الظاهير التونسي الأيصر المتقلق ونجم الأهل البارع علي معلول كان له تصريحات مهمة جدا أكد فيها أنه الأهل بيحترم ساندونز جدا وقال أن هذا الفريق الجنوب أفريقي فريق جيد جدا وعنده قدرات بتمكنه أنه يبقى موجود في الأدوار النهائية للبطولة في السنوات الأخيرة وقال علي معلول أن الأهل عنده من الامكانات الفنية والتاريخية ما يدفعه لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الزهاب في جوهانس بيرج إن شاء الله لتسهيل مهمته في العودة يوم 13 إبريل وقال علي معلول أنه ضغط المباريات خيرا للفترة الأخيرة واضطرار الأهل أنه يلعب مباراة كل ثلاثة أيام كان لود جامد أو ضغط فعلا ببدن كبير على اللعيبة وقال لما بدأنا نستعيد عفيتنا ونرجع لقوتنا ومع عدد من اللعيبة المصابة ترجع عن هذا الهدف الرائع اللي سجله علي معلول في الاتحاد ومساهمته في حظ ثلاث نقاط قال الفوز وحظ النقاط الثلاثة يحسب للفريق بالكامل بالطبع نشكر جميع اللعبين سواء من شاركوا بشكل أساسي أو اللي كانوا على دكة البودلاء على الروح العالية جدا اللي كانوا عليها وقال إن دي الروح القتلية المتميزة في لعبة الأهل على طول وهي اللي بتصنع للأهل الفارق على حد كلامه علي معلول أباشواندس وجه رسالة لجمهير الآله وقال إنه بيتمنى تواجد الجمهير بععدات كبيرة في الفترة اللي جاية قال لإنه بيبقوا فعلا قوة دفع كبيرة جدا وحافظ هايل للعبة علي معلول الذي قال كل هذا الكلام الطيب المسؤول هو الذي تم التركيز على تحريضه قبل لقاء الآله والزمالك أيوة أيوة ولكن وقاله كلام كتير ده زعلان ده مأمود ده مدايق لا ده مدايق أو الحقيقة ياريت تفضلوا على تحرضكم للعبتنا عشان تشوفوا رد الفعل النتيجة بتبقى قطر خيركم مش هنعرف نحفز لعبتنا باللي بتعملوه معاه اللي بتعملوه أحسن تحفيز لا تقولي دكتور نفسه ولا بتاع كملوا على كده محمد هاني كمان الظاهير الأيمن الدولي المتقلق دلوقتي كان له تصريحات بيأكد فيها على احترامه وكل زميله لساندونز وقال احنا بننتظر مواجهات غاية في الصعوبة الفترة اللي جاية شهر إبريل بالنسبة لنا شهر ما فيه منافسات عنيفة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي وقال إنه هذا الشهر سيحسم العديد من الأمور اللي بيتصدرها الوصول إلى نهاية دور الأبطال إن شاء الله واستعادة الصدارة الكاملة في بطولة الدوري قال محمد هاني إن كل اللعبة بتدرك كويس قوي أهمية المباريات في هذا الشهر وعايز أطمن الجمهير إنه احنا مركزين كويس قوي وعارفين أهدفنا إيه قال إننا اعتدنا في الآلة على التعامل مع الأمور خطوة بخطوة بنلعب المباريات كله مباراة على حدة وقال إنه بمجرد ما بنخلص من مباراة بنطوي صفحتها ونبص اللي اللي بعدها على طول قال أغلقنا صفحة الدوري تماما وإحنا في برج العرب دخلنا في مود التفكير والتركيز الكبير في سانداونز سانداونز ناصر ماهر كمان بيحذر منه ناصر ماهر صنع الألعاب المتقلق في الفترة الأخيرة شايف إنه الفريق الجنوب أفريقي يتعمله ألف حساب وقال إنه فريق بمستوى عالي جدا لكننا كلنا جوه الأهلي عندنا تركيز وبنقرى الفريق المنافس بشكل كويس قال إنه قدر الأهلي دايما إنه تستمر الضغوط عليه وإنه بيخود مباريات وسط هذه الظروف الصعبة والمتغيرات المستمرة وقال إحنا بنعاهد جماهيرنا إنه إحنا جاهزين وإحنا بإذن الله هنبذل كل مجهودنا لإسعادكم قال أغلب لعيب الأهلي في الجيل الحال يتطلعون لتحقيق البطولات وصناعة تاريخ مشرف لهم مع النادي ومن ثم نحن نقاتل جميعا لبلوغ هذا الهدف إحساس بالمسؤولية عالية عند معظم لعيب النادي كلهم تقريبا بإذن الله طبعا الناس اللي مسافرتش اتمران التمرين قوي في القاهرة وليد سليمان محمد نجيب إسلام محارب أحمد حمودي باسم علي وعمر جمال وأحمد علاء ومصطفى شبير واتمرانوا تحت قيادة حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال شريف إكرامي الحارس الدولي الكبير بيتم تجهيزه بعد شفائه من الإصابة وبيخضع لبرنامج تأهيلي وبدن في الجيم وإن شاء الله يكون شريف اللي كان مصاب بتمزق في عضلة السمانة يكون جاهز للمرحلة القريبة اللي جاية إن شاء الله يا بيري عبدالرهاي خلال الفترة فاتت على المستوى المسؤول والمعناوي حشان محمد نجم خط الوسط بيقد تدريبات حول الملعب خلال المران وبرنامجه التأهيلي للتخلص من ألام الشد في العضلة الخلفية ده علشان يستكمل به قوة الأهلي الكاملة وبإذن الله تعالى الفترة اللي جاية لأنه مسألة التدوير يعني حنتكلم عليها النهاردة لأنه ضغط المباريات وتخرج من مباراة تدخل في مباراة لما الجهاز الفني يكون عنده قطع الغيار الكافية والكاملة والجاهزة ده بيمكنه أنه يقدر ينفذ اللي هو عايزه عرص عيد قطاع النشئين فريق الأهلي موليد 2000 حيلعب مع سرايا القبة غدا ده في بطولة المباراة في ملعب الأهلي في مدينة نصر ده المباراة في بطولة القاهرة مؤجلة من الجولة 11 الأهلي واجه نفس الفريق يوم الاثنين الماضي في الجولة 24 فاز الأهلي 2-1 ويعمل الأهلي في الفوز مجدداً لوصل سلسلة انتصاراته أهلي 2000 بيحتل المركز الأول شأن كل فرق الأهلي في القطاع عنده 65 نقطة بعد ما فاز في 21 مباراة الجهاز بيأخذوا الكابتن أمين أعراب المدير الفني ويعاونوا الكابتن عبدالله فاروق المدرب العام وتامر دوسوي مدرب حراس المرمى وإعماد أنور الإداري ومحمود عبدالعليم طبيب الفريق وعبد الحميد حسين أخ الصائي التأهيل بالتأكيد حضراتكم تابعين الكرة الطائرة وانتصارات رجال الأهلي فيها صحيح امبرحوا النهاردة أجازة لكن رجال الكرة الطائرة في الأهلي بيواصلوا بقوة فازوا في أول مباراتين وبيتطلعوا بقوة إن شاء الله للمنافسة الجدة على لقب البطولة الأفريقية علشان يكرروا إنجاز بنات الأهلي أو بطلات الأهلي اللي أحرزنا البطولة الأفريقية والكابتن حمد الصاف المدير الفني بيجدد إشادته ببطلات الأهلي وبيأكد إنه الفريق على الطريق بشكل جيد جدا للحفاظ على انتصارات الأهلي في الكرة الطائرة كسب طبعا زمالك 3-0 بعد الفوز على بطولة أفريقيا اللي عاود بها البطولة العربية الحقيقة لأنه في التلقى الهزيمة مفاجئة في الممارات النهائية لكن قدم بطولة مميزة جدا جدا البطولة الأفريقية الفترة اللي فاتت في كرة القدم راجد بعض التصنيفات كل موقع لقيم طلع تصنيف صحيح إن الكل بيتفق وبيستقر على إن الأهلي في صدارة أندية الأفريقيا في القرن الـ 21 والكل اللي عايز يعمل تصنيف منفصل عن التصنيف السابق أو التصنيف التراكمي فيها بعض الاجتهادات الكبيرة لكن مع فوز الرجاء البيضاوي المغربي بكاس السوبر الأفريقية تحت قيادة الفرنسي كارتيرون اللي رد اعتباره من التراج التونسي وفاز للرجاء بكاس السوبر بدأ يظهر التصنيف الخاص بالاتحاد الأفريقي بعد إضافة نقاط التراجي لكن ما يطمئن جماهير الأهلي ومحب الأهلي في كل مكان إنه هذا التصنيف الرسمي الصادر عن الاتحاد الأفريقي عشان ما حدش للي يعيش نهاية القرن ما يلاقيش الناس دي بتتخانق تاني ويقولك عملوا التصنيف امتا؟ مع قرب نهاية العقد الأول من القرن الـ 21 لا 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 طبعاً دول 21 نقطة حلال و 79 نقطة حرام هقولك تصنيف الاتحاد الأفريقي للقرن الجديد الناس لسه بتتخانق ومزال الحقيقي ومش الحقيقي والتصنيف الجديد شغال والعدات بيعد والأهلي ما شاء الله يغرد في الصدارة بعيداً مع قرب نهاية العقد الأول من القرن الـ 21 الأهلي في الصدارة بـ 69 نقطة مازن بالكونغولة الثانية 49 نقطة النجم الساحل التونسي 47 نقطة المركز الثالث الترجي عنده 43 نقطة في المركز الرابع وإن ينبأ في النيجيري الخامس 26 نقطة دول 18 نادي بالضبط ترتيب أفريقيا في القرن الـ 21 بداية من 2001 هلاقي بالنسبة للأندية المصرية الشقيقة الزمالك في المركز التاسع بـ 22 نقطة يعني الأهلي 69 نقطة الزمالك 22 نقطة الإسماعيل في المركز الثمنتاشر بـ 10 نقاط ده الأندية اللي ظهرها أو المصرية اللي ظهرها في قائمة التصنيف حتى الآن إذن الأهلي الأول 69 مازن بالتاني 49 الترجي والنجم الساحل النجم 47 والترجي الصفاقس في 24 نقطة في المركز الخامس بيتساوى مع إن ينبى والوداد المغربي في المركز الثامن الزمالك التاسع والهلال السوداني العاشر ده تصنيف الاتحاد الأفريقي الرسمي فمع كل الاحترام وكل التأدير لجهود الزملاء في المواقع المختلفة اللي بينزله تصنيفات يبقى هذا التصنيف الرسمي من الاتحاد الأفريقي اللي زي ما احتفت القرى كلها بالأهلي بطلاً ونادياً للقرن العشرين ها هو الأهلي يواصل مسيرته ويتصدر في القرن الحادي هو أنا أعزائي سألك سؤال السنوية العامة كان فيها كم مادة عشرة هو الأول السنوية العامة بيشوفوه اللي تصدر في سبع مواد مثلاً ولا ست مواد ولا بيشوف المجموع العام مش اللي طلع الول في الرسم يعني يعني عدد مش بعدد المواد اللي انت تفاوخت فيها طبعاً يعني ده هو المعيار الطبيعي المنطقي اللي انت تبلغت بيه وكان ترتيبك السابع وانا كان ترتيبي الأول واللي على ضوء هذا التقييم اللي انت معترض عليه وصلت للمركز التاني وانا الأول يعني هنطلع لفاصل وبعض الفاصل هنشوف تفاصيل وكواليس مهمة جداً في الليلة توهجت فيها روح الفنلة الحمراء وثار فيها جدل كبير أهلاً بحضراتكم من جديد الأهل بيلعب مع الاتحاد السكندري النتيجة المباراة بتتجه لنهايتها الأهل بيقترب من فقدان نقطتين مهمتين جداً في صراع البطولة ناس كتيرة ظنت أن المسألة انتهت وناس تانية كتيرة احتفت واحتفلت وبدأت تستعد لاحتفائية واحتفالية وتحفيلية أيضاً لكن لا دول ولا دول أدركوا بجد أن قيمة روح الفنلة الحمرة لا تعرف هذا اليأس ولا تستسلم أبداً إلا ربما بعد صفارة النهاية بلاس تسعين بقت أزمة كبيرة جداً نفسية وعصبية للكثيرين علي معلول بلاس تسعين محدش يصدق أبداً فريق لغاية نهاية الوقت القانوني للمباراة وبدء الاحتساب الوقت الضائع أو الوقت بدل الضائع يسجل للاهل هدفين الاتنين ولا أروع عمش مهندس شوف بيتوضح أن الاتزاني النفسي موجود أيوة يعني الجولين واحد من المين واحد من الشمال بنفس الطريقة بفارق السرعة والمهارة ينطلق جيرالدو من ناحية المين يتجاوز المدافع يلعبها الورا إن قد معلول المتابع يبدأ في صلح جمعة صلح جمعة الكرة يمرر لرمضان صبحي ويجري بدور رعونة أيوة يعني ساب المساحات والمسافات اللي تمكنوا من إنه برضو يستقبل الكرة اللي راجع الورا دي أنا لما أعد لك الهدف صلح في جريته عمال يربط مع رمضان بيربط يعني مش بيسبقوا ما ممكن يجري بحمس بص بص بصتوا عليه بص 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 عليه بربط ويروح سابق أزارو كمان واخد الكرة الكرة دي قيلة قيلة إنها فقرة تدريبية لأن الترماتشوف تحرك أزارو خاد المدافع وتحرك به أيوة عشان يفرغ المساحة لرمضان لما صالح في ضاره وقف أزاره وقف عشان ما يزحمهوش بص 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 هو أزارو صالح جي من وراء سأزارو وقف يعني فيها أنا أز arguلي محررك وعي آود ده بيأكد erlebt نفسين متزن أيوة متماسك متجد مفيش رعونه آآ طبعاً القدرات البدنية واضحة جدا أي يعني سواء الرمضان صبحي إنهم في التوقيت للوقت بدها من ضائع بالقوة دي آآ صحيح نزلوا كتغييرات لكن وقفين على رجلهم يا سيد إبراهيم الكرة بتاعت رمضان الصبح دي بتفكرني جون جابوا جارت بيل بس جارت بيل ما وصل هنا شاط في الجو اللي هو اللعبة برضو بنفس الطريقة بطول الملعب كل طيب هنشوف تقرير عن الصحف المصرية وازاي شافت فوز الأهلي في الوقت القاتل وازاي رأت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري علشان نبدأ نخش في بعض التحليلات الفنية اللي كل واحدة فيهم في نقطة تستوجب التوقف عندها فوز قاتل حققه الفارس الأحمر على زعيم الثغر في الوقت المحتسب بدل من الضائع بهدفين نظيفين ليمارس الأهلي هوايته في قتل أحلام المنافسي مع آخر ينفاس المباريات فوز الأهلي المثير لم يكن مثار اهتمام الصحف والمواقع المصرية فحسب بل تخطها إلى موقع الفيفا الذي وصف فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بدراماتيكي جاء عنوان الأهرام الأهلي يتذوق طعم القمة المؤقتة والفوز الصعب على الاتحاد السكندري معلول وجمعة ينقذان الأحمر بهدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع إلى صحيفة الأخبار التي كتبت الأهلي يعتلي قمة الدوري موقعاً هزم الاتحاد 2-0 ويغادر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ساندونز فيما نظرت المساء إلى فوز الأهلي من زاوية مختلفة باعتباره ثأراً من منافسه السكندري فكتبت الأهلي على قمة الدوري ثأر من الاتحاد السكندري هزمه بهدفين في الوقت بدل الضائع أما مجلة الأهلي الأسبوعية فتناولت فوز الفريق بعناوين ترضي غرور الجماهير الحمراء وكتبت الأهلي سيد الكل قهر كل التحديات هزم الاتحاد بهدفين رائعين لمعلول وجمعة في الوقت بعد القاتل زائد تسعين ووصل للنقطة خمسة وخمسين ومن الصحف الورقية إلى المواقع ومع موقع اليوم السابع الذي كتب الأهلي يتصدر الدوري لأول مرة في الموسم بعد مائتين وستة واربعين يوم وينتظر الزمالك واسموحة فيما كتب موقعي اللكورة الأهلي يؤخر قصف الاتحاد ليحتفل بالصدارة على طريقته المفضلة وكتب موقع في الجول بصاروخ معلول ورائعة رمضان وصالح الأهلي يازم الاتحاد في الزائد تسعين ينتزع صدارة مؤقتة جاء على موقع بوابة الشروع فوز قاتل للأهلي على الاتحاد يضعه في صدارة الدوري مؤقتا على نفس النهاج كتب موقع المصر اليوم بهدفين في الوقت القاتل الأهلي يعتلي قمة الدوري بالفوز على الاتحاد ينتظر الزمالك أما موقع الفجر فنظر إلى فوز الأهلي بنفس نظرة صحيفة المساء وكتب الأهلي يرد الدين للاتحاد السكندري بثنائية ينتزع صدارة الدوري مؤقتا فيما كتب موقع الجمهورية أولاين الأهلي يعتلي صدارة الدوري لأول مرة بعد الفوز على الاتحاد بهدفين من دون رد ينتقل الاهتمام بفوز الأهلي من الصحف والمواقع المصرية إلى موقع الفيفا على تويتر الذي كتب وصفا تفصيليا قصيرا لأحداث اللقاء جاء فيه نهاية دراماتيكية لمواجهة الأهلي ومضيف الاتحاد بهدفي معلول وصالح جمعة في الوقت بدل الضائع الذي شهد هجوما كاسحا للأهلي لتنتهي المباراة بفوز مثير بهدفين من دون رد وثلاث نقاط غالية تصدر بها الشياطين الحمر برصيد خمس وخمسين نقطة موسيقى بصرف النظر على الأحداث الغريبة اللي حوالينا وحجم الضغوط اللي بتتحط على الأهلي كل ماتش كل ماتش مفيش مفيش حدوء جلبة 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 فيه كل صغيرة وكبيرة ورغم كده الدوري حلو الدوري حلو على كل المستويات الفرح بتلعب كرة كويسة قوي نتمنى كان التحكيم ما يبقاش مؤثر قوي في النتائج كما شاهدناه هذا الموسم على الصعيد العام حقيقي واللي بيزيد الطين بيلا زي ما بيقولوا إن السوداءات التحليل أصبحت بتناقش كل الزوايا معين الحكم بيشوف الزوايا بتاعته بس أنا نفسي اللي سوداء التحليلي يستقر على الحكم واقفين ويشوف الماتش من منظوره وبعدين إذا كان فيه حكم خامس يشوف الماتش من منظور الحكم الخامس أو اللاينزمان بس لنوطي بالهدوء ولا نعمل مش عارف إيه ولا الخطوط والكلام ده هذا ظلم بيين لأن إنك بتقيم الحكم في الظروف غير ظروفه مش بس الظروف غير ظروفه وغير ظروفه كنت يعني إنت لو قاعد ما عندكش الأدوات المساعدة دي في الستوديو برضو عندك الظروف المساعدة هي مش عنده وبتحزبه آه والسلو موشن دي مش متاحة في الملعب ورغم هذا فيه حاجات فجة أنا بتكلم في العموم بقى شوف أنا بقول بديهم حقومه هو لكن لا فيه حاجات فجة جدا 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 حصلت أثرت على ترتيب الجدوى المؤكد يعني يعني فوقه تحت هنيجي لهذه الأمور الفجة الحقيقة لأنه ما عادش ينفع السكوت عليه طيب الرؤية الفنية للمباراة إزاي الأمور مشت وليه الآله كسب وليه تأخر الفوز لغاية الوقت القاتل البداية مع الدكتور طاه اسماعيل في أونسبورت طاه المباراة مرت بمراحل كثيرة جدا لكن يمكن العشر ده الأخيرة هي الأهم تغيير عمار حمدي كابتن حلم طلان اللي عمل المباراة وهي للحياة على الجانب التكتيكي وأيضا التغييرات بصرح جمعة ديئة 76 رمضان صبح ديئة 64 مروان محسن في ديئة 86 كيف صارت منحنايات المباراة وجدت نظرك أهم المحطات في اللقاء كبير هو أشوف أهم حاجة أن المدرب لتاني مرة يعني أنا أذكر المباراة الجونة من اللي كان خسران ديئة 56 من بداية الشوت الثاني وراء عامل التغييرات اللي قلبت كيان المباراة وما تأخرش صاحي وجريء وسريع فيه الرد فعله بالنسبة لي ما يحدث في المباراة دي رمضان صبح طبعا عيلا عيلا نزوله برضو في ديئة 63 عمل وعلى فكرة مبراطر الأهل والزمالك من أفضل الناس أنا برضو حاوق بيحافظ على الكورة وبقوة كبيرة جدا مع أي التحامات بيحافظ عليها بشكل كويس ودي مع المهارة الكويسة بتدوله أفضلية رغم أنه قد يجب أنه السريع قوي لكن مع الكورة بيمسكها بشكل كويس بيقف عليها ويفود بيها ويقدر يعملنا شغل ولذلك شفنا يعني الهدف ده وقبل كده فيها غزوات عملها بشكل كويس لكن اللعبة دي شوفات منها حشمال من واحد واثنين وبعدين راح عامل الكورة بشكل رائع جدا بصالح جمع ده يحسب للمدرد التغيير الزكي في الأوقات تخليه صاحي مش متاخد من النتيجة أو مخضوض أنه هو الماتش ده ممكن نتعادل فيه وهي راح مني نقطة لا ده مركز في المباراة بشكل كويس مع التغييرات الكتيرة اللي عملها في المباراة يعني هو نازل طبعا هذه المباراة ومغير يعني مثلا محمد هاني متغير سعد سمير متغير رامير آيمن آيمن متغير سردباك ثلاثة مدفاع حسام عشقون متغير عددات كبيرة متغيرة مروان محسن فطبعا هو لعب عمل تيرن أوفر كويس لأن المباراة بتاع الزمالك اتبذل فيها مجهود كبير جدا نتيجة لأرضية الملعب اللي كانت موحلة فاللعبة أجهدت بشكل كبير جدا ولذلك هو عمل التيرن أوفر ده رائع جدا من البداية بتغيير ست سبع لعبين ثم بعد ذلك بأنه يعمل التغييرات المناسبة برمضان نزوله في ديئة تلتة وستين ثم صالح جمعة في ديئة خمسة وسبعين واحد وتمانين متر رمضان خورة اندر كنترول ما فلاتتش ما بعدتش ديئة تمانية وتسعين ومسيطر عليها بمهارة غير عادية بصة كابتل البداية من صالح جمعة تمريرة نبص بقى هنا قدل العد بيبدأ بش بسبرينت وشوف صالح جمعة فين بقى وحوريكم اللي عبت أزارو سبق صالح جمعة سبق أزارو عشان هو اللي يخلص اللعبة يعني هو ابتدأه سبق أزارو عشان كده بتبين ده وحي اللعيب اللي عايز رايح الجول وعايز يجيب جول ماشي مجموعة من الملعظات بدايات الرمضان الصبح يفكروني بأبطال اللي عدوا المية عشرة حواجز وهو يقفز يزوء كرة يقفز من فوق المنافسين بهذا حاجة والثمانين متر ده لما استلم ده هو بيجري من قبله اتنين وعدين الفواءان وبعدين البصة اللي بصها اللي هي دي بالظبط كان في ماشي زمالك بس الظروف كانت طبعا مختلفة خالص لما أزارو مشي وراح لفف اللعبة على طول البصة دي كانت مهمة أقول أزارو عمل شيء طيب قلتلك الأوفرلاب اللي حصل إنه جري كده وراح جاي من وراه رمضان صبحي سابق وحطه رمضان اسمه صالح جمعة صالح جمعة من ضمن الملاحظات شوف وزنه افتكر بقى كده جيب له لقطة قديمة وجيب له لقطة دي تعرف حجم المجهود والالتزام اللي هو عيشه وإحنا يعني نوهنا إلى هذا من حلقتين ثلاثة إنه يعيش قصة مختلفة في هذه الفطرة المسألة إن الاتحاد السكنداري عمل مباراة تكتكية يحيي عليها مؤكد لكن تعالي بقى نتكلم على فعلا المباراة تكتكية من لصارتي لصارتي في هذه المباراة يعلم أنه قد تعادل مع الزمالك يعلم أنه لو مكسبش يتسع الفارق بينه وبين الزمالك لو فاز الزمالك كما فاز إلى أربع نقاط فعايز لازم يكسب ورغم هذا عينه على جنوب أفريقيا إزاي رايح الناس طبع جايي من الكشكيك إزاي رايح الناس واحتفظ بالناس الذين يستطيعون أن يحدثون الفارق بالقوة والمهارة والسرعة إلى التوقيت اللي يقتل المباراة يكون فارق اللي تعالي سكنداري تم استهلاكه يبان بقى فارق سرعات جيرالدو ورمضان صبحي واخد بالك فهذا تفكير يحسب لهذا المدرب لا بيفكر وبعدين واحد يجي يقول لي طب لما جابش اللي جواني هتقول كده هقول كده هو اجتهد لو اتخلقت الفرص هقول كده هو اجتهد هو مش دروري كل مرة يعني التوفيق يجي إنما هو بيأخذ بالأسباب الفنية لذلك أنا سعيد حتى على المستوى الإداري كابت الساد عبد الحفيز يعني في الآخر وكأنه شارك في القرار حستنى بقى ببرج العرب يعني ما بقاش في الآخر وتوتر لا ما حطش الفرقة في توتر وقرر قال لك ما أنا لسه لاعبه ودايس في الملعب وحافظه يلا بالصعبات بتاعته هنقدر نتعامل عجبني جدا هو داري فاني مش رأيه الواحدة يعني طبعا هو داري فاني لا الجاهدي عايش تناغم طريقة بقى إن الكامالة صارتي كل يوم والتاني يقعد مع لعيبة وغالبا من الأيام مع أيدين بالإصابة أو ما بتلعبش كتير رائع جدا طيب براس تسعين واللحظات القاتلة واحد من نجوم هذه اللحظات عماد متعب نشوف بقى نجم التحليل عماد متعب كيف رأى فوز الأهلي في هذه اللحظات القاتلة نشوف بقى نجم التحليل نشوف بقى نجم التحليل عماد متعب كيف رأى فاني يقعد مع أمسر لسارتي وانا عايز أحايا متعب كيف رأى فاني يقعد معه راح جاب سالح جمعة اللي بقى له فترة كبيرة جدا مش موجود وحاط فجراء الزمان ونزله نعم علشان صالح بيتمر بشكل كويس جدا ظهر بمجهود ومستوى عالي جدا جدا في التدريبات الراجل وعده إنه يبقى موجود محاطش في دماغه خالص الناس ممكن تقول ايه او الناس ممكن تتكلم او تنتقدوا حتى لو صالح وصالح نزل في ظروف صعبة جدا في الماتشين في الزمالك صالح عندهم كانت عالية جدا العيب دلوقتي عايز والعيب لما بيكون عايز عايز كورا وعايز يبقى موجود اديله اديله عشان هيديك المرضود اللي انت مستني تغييراته رمضان رمضان نزول رمضانياب اللعب مع الجنابة كبتشوبير في الوقت اللي بيكون الوسط الملعب مقفول او العمق مقفول مهم جدا جدا والحلول بتيجى عن طريقه يمكن تغييرات مروان تخرج شوية لكن في الاخر التغييرات اللي عملها وزي ما قال دكتور طه ان هم بيستنيه لما الاهل كان بيلعب كان الدنيا مقفولة عمل 3 تغييرات غيروا شكل المباراة النهاردة عمل تغييرين تغييرات رمضان وتغييرات صالح غيروا شكل المباراة المكسب طبعا مهم جدا الناد الاهلي في ظل الظروف اللي انت بتلعب فيها شوط سيء او شوط متعاصب بالنسبة الناد الاهلي استحواز لكن مفيش فرص شوط تاني احسن بشكل كبير الامور تحسنت مع التغييرات المكسب في الوقت ده وفي الظروف دي مهم جدا 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 الناد الاهلي بتحط ضغط على المنافس انك تعتلي القمة حتى لو اللي ساعات هتحط ضغط طبعا على الناد الزمال كلام موزون من واحد اسطورة فاهم بيقول ايه ايه ده كل واحد حقه العقية طيب وهل نجم الزمالك الكابتن محمد ابو العلا يدي الاهلي حقه ولا لا نشوفه هل اتغيرت طريقة اللعبة اكتر المرة النهاردة للفرقتين لا الاهلي مسبت تشكيله هو يمكن خاطر يا كابتن في اخر تلت ساعة مخاطرة مقبولة مطلوبة مخاطرة مقبولة ان الفرقة اللي بتلعب على الدور ممتاز او على طولة بتبقى خصبا عنك تلزم ربع ساعة تلت ساعة نسمع لي الساعة تلزم هاتك يا ايه لازم تحييني تلت داهات كلها العملات كنت متوقع تغيرات كلها اه صلح كمان ربع انت كنت متوقعه بني وبينك في الاوضح انا قلتها ما بينها الش بعدين اه يعني التالي تغيرات هشته الحسلة قالت رمضان والصلاح اه معلها هول سالح هينزل كأن Understanding يمكن ان هنا التغيير قدامنا ده ياخد مصالح انا بتكلم على طرق اللعب اه ده تغيير لا ده التغيير قدامنا اللي هو رمضان ينزل مكان حسين كان ساعدة التغيير هو هو التغيير لما صالح بقى نزل بص هنا حتى كابتن الكلام ما بينهم ان فيه تعديل لطريقة اللعبة لما صالح نزل لان خلاص هو ابتدى لعب تفندر واحد السلية وتقريبا بقى قدامه ناصر ماهر ناحية اليمين وده مين الطالة ده ده مروان مروان نازل مكان ناصر اول تغيير خلى ناصر وصالح جمع هم الاثنين فري في نص الملعب وعمر السلية بس هو الوحيد اللي بيأمن المنطقة الدفاعية فصل الملعب ليبرو نص الملعب وده حرية لصالح وناصر بعد شوية طبعا هيبقى فيه صعوبة ان ناصر ومهر يعني صالح وناصر مهر والاثنين مع بعض في نفس توقيت في الملعب فغير طريقة اللعبة تاني خلى اللعبة في الودين ابتدى سحب ناصر مهر العمل المبارات كبيرة ومجهود بدني كبير جدا جدا مباراتين وراء بعض الزمالك والاتحاد اسكندري وابتدى غير طريقة اللعبة بص هنا كالسف العدية فصل في الـ 18 خلى فيه مرهان دايما ثابت في الـ 18 هو واظاره بحيث ان هو كمان بيرد التغيير لكابتن حلم تولان لما طلع سحب عمار الحمدي وابتدى ينزل كريم الديبقى هنا برضو غير طريقة اللعبة فقدره فرصة كمان ياخد ريسكة اكتر ياخد ريسك اكبر ولغة الكرة يجي فريق الاهلي في التلت الاخير بس هنا كابتن عايز اقول حاجة برضو بمناسبة التغييرات انا وجدت ناصل النهاردة من الاسباب الرأسيال اللي خلت الاهلي يجيب جون في الـ 22 فكرة ان انت بتلعب لعبة جديدة يعني لو اللعبة دي مجهدة اللعبة مباردة زمالك من ثلاث تيام بس عالي معلول مش مجهد مش عالي معلول بحث بس لكن تعالك 70-80% حتى من التغييرات نازل تلت ساعة انك تعرف توصل الديئة 92 والديئة 95 ده معناه التلعيب يبقى عندك فريش لكن لو انا بلعب بنفس فريق اللعب من ثلاث تيام هيبفيه مشكلة كبيرة جدا ان يوصل الديئة 92 نعم مشكلة كبيرة ان يوصل الديئة 92 وعش كده انا بقول له حاليك انه يحسب له التغيير ويحسب له ان هو نزلهم في وقت يبقوا فريش مفيش حد ما ما تكلمش بانصاف عالى التعديلات والماتش الماتش يا سيدة برب يجبيرك تتكلم صح الماتش ده كل الوقت الاصلي كم والتسعة دايب تقعه الوقت الوقت الاضيئ ده بدلا من ضيئ قم تاني فيهم كل حلاوة الكورة وكل الصح فـ أنا عايز أقف بعد إذنك عند أعماد متعب لأنه حتى محمد بن إله بيحيي أعماد متعب أنه توقع التغييرات وتوقع أن صالح حينزل وجيب جون الجمهور يا جماعة هو بيتابع دي برضو رسالة لكل الكبات في استوديوهات التحليل الجمهور زكي جدا جمهور الكرة زكي قوي وامتابع كويس قوي ويكاد يكون بيقرأ ملامح الوش ونتائج المباريات على وشوش نجوم استوديوهات التحليل لأنه الكاميرا بتجيب المحلل بمجرد انتهاء المباراة فالحدث لسه تعبيراته وانعكاسه بل أنه جيبتاه طبعا بيعبر عن رأيه أو شعوره اللي عنده حسابات وعنده حساسيات ومتدايق أنه الفريق ده كسب بتدان عليه فلذلك تبص على السوشيال ميديا تلاقي الانتقادات حية وصريحة لأنه في الغالب رايحة للمكان الصح عموما ما علينا أعتقد المسألة عنده الجمهور بتبقى واضحة بين كل الاستوديوهات اللي بيتنقلوا مين اللي فعلا بيحبه وبيتمنى لك الخير ومين ومين اللي عنده حسابات عنده حسابات خاصة يعني لكن الحقيقة كابتن فاروق جعفر واحد من نجوم الكرة نجم ناد الزمالك وواحد من أبرز نجوم ناد الزمالك في تاريخه إنما دائم الإنصاف للأهل عمره متجنع على الأهل دائم الإنصاف للأهل بشكل هو على فكرة هو كابتن حسن شحات هو هو كابتن حسن وكان تلته من كابتن الله يرحمه طه بصري لكن كابتن فاروق جعفر تمال رأيه مهم حتى هو بيتكلم على الأهل نشوف أنا أقول بردك الاتحاد سكندري في الحدود الإمكانية تقدمه براء كويسة وكان ماشي لغاية نهاية المباراة إنه ممكن كان يتعادل لكن أنا حنقول بقى الدوافع بتاعة النادي الأهلي سواء الدوافع بقى حنقول نفسية فنية تغييرات اللعيبة عايزة توصل لأفضل نتيجة اللعيبة عايزة تعبر عن نفسها إن هم بطل إن هم بينفسوا على البطولة على فكرة اللعيب الإفريقية بتاعة النادي الأهلي هو يمكن المكسب الأول لنادي الأهلي نهاردة حاجة جديدة هي بتقول إن فيه لعيبة لعيب بيشد الدفاع النادي الأهلي وشد النص ملعب بتاع النادي الأهلي واتنقل للنحية الدفاعية وكرة تحته كل ده أداء فردي يعني نهاردة الأداء الفردي غير مفاهيم المباراة نهاردة بدل الأداء جماعي وكلنا كستوديو بنقول للأهلي حيبحث عن الأداء ولا عن التلاتة بونت نادي الأهلي نهاردة بحث عن التلاتة بونت على حساب الأداء لكن في مكاسب ان احنا بنكلم على جيلاردو النهاردة عمل شغل بشكل جايج جدا رمضان ما نزل لطور الاداء بشكل كبير جدا حتى لو لعب اتنين مهاجمين اللي اتنين مهاجمين عطالوا زي ما قال مجدي اربع لعيبة وورا مال اربع لعيبة نزلوا في قلب الملعب فضوا نص الملعب بقى النادي القالي صاحب القرار في نص الملعب النهاردة النادي القالي الخبرات مع اعايز اقول الخبرات مع تاعة او ارهاق فريق الاتحاد الشوت التاني ما قدرش ومعندوش خبرات يقدر يكمل الشوت التاني الخبرات دايما دايما هو معني بالخبرات ومعني بالمعلم بتاع خط الوسط لانه كان معلم ومكان معلم لكن لما تيجي تشوف كمان ان النادي الاهلي انا عمل سرحان بهو بيتكلم دا النادي الاهلي غير مين كابتن احمد فتحي عودن احمد كابتن رام الربيعة عودن احمد ياسر ابراهيم يلعب ويتقلق يعني ثلاثة من خط هو ولد ازاره يبدأ هو ولد ازاره يبدأ لا احنا بنتكلم دولات على خط الظهر فالثلاثة يتقلقوا وده منتظر منهم يعني ادي مكسب من ضمن وكاسب يعني يعني ما ذكرهاش يعني كابتن فرد بسأل على الخبرات هي فيها خبرات يعني هي مكاسب فيها خبرات طيب اللي ادراك الانتقائي والتفسير الانتقائي زي ما بيقول علم النفس انه اي حدث حاصل انت بتنتقي منه اللي رايحك اللي رايحك واش بتوجه نظرك واش بتوجه نظرك مرت اللي صارتي عنده ظروف صعبة في خلال 8-9 تيام بيلعب 3 مطشات كله ماتش اصعب من التاني يلعب ماتش القمة على نفس الارض الموحلة بنفس الظروف الصعبة يواجه الاتحاد عشان يطلع بعديها بـ 24 ساعة يسافر الى جنوب افريقيا يلعب مباراة مهمة جدا مع ساندونز طب مدرب لو فضل محافظة على نفس التشكيل هيتقال الاجهد والارهاق والاصابات وما عندوش دكة وما اللي جبته اللعبة دي ليه كلام ده كان هيتقال طب لما الراجل يعمل نوع من التدوير بين اللعبة ويدفع بعض العناصر يبقى غلطان نرجع لجوحة والحمار وابنه في كل الحالات في لوم على لسارتي لما عمل هذا التدوير كان لكابتن علاء نبيل رأي فيه فيما يتعلق بتأثير التغيير اللي عمله لسارتي على تشكيل الفريق في البداية لأنه مش كل مرة تسلم الجر هو قال ديها تسعين متعادل كان ممكن جدا ما شرس التعادل ولو خلص بالتعادل قد يكون هذا التعادل يهدي نادي الزماليك الدور العام هو يتحمل هو يتحمل انت شايف التشكيلة ولانه كان ايه مشاكله وعيوبه من خلال الواقع على أرض الملع لما أنا أجي أغير أكتر من نص الفرقة سبعة أكتر من نص الفرقة يعني تبقى أعتبر سبعين في المائة من كيان الفرقة أغيره في مباراة مرة واحدة ومباراة مهمة وزا ما اتفاقنا كلنا إن المباريات القادمة للنادي الأهلي وزا ما لك هي مباراة كقوس صح لأ للتعادل لما أنا أجي أغير سبع لعيبة مرة واحدة في تشكيل وفي ناس لسه جاي من إصابات يعني عم ممكن أقول مثلا احتياطي وبيتزل عشر دايق ربع ساعة لكن انت بجايب ناس من الإصابات مرة واحدة وتلعبهم وفي أماكن حساسة في الملعب الاتنين اللي في قلب الملعب والباك يمين احنا مشروبناش أحمد فتحي خالص النهاردة ولما أعتقد أن النتيجة دي أنقذت مدارب النادي الأهلي أنقذته من أنه هو الكروت بتاعته استطاعت اللي هي في الشوط التاني تجيب الجنين وياخد الثلاث نقاط عشان كده كتل فرح بدا جدا لجهاز النادي الأهلي خلاص الماتش بيروح الوضع اللي ساعده إن لعيبة النادي الاتحاد كمانا غيرت انوقعت بدنيا في آخر ربع ساعة لو جينا أنا في عايزة قارن الجون اللي جابه النادي الاهلي التاني والهجمة اللي احنا جبناها في الشوط الأولاني اللي هي لعيبة الاتحاد وقفة ازاي تمام كم واحد جوة 18 وقفة عاملة ازاي والمساحات الكبيرة أول موجودة رمضان صبحي اه اتحركوا اتحركوا هو ده بالضبط الفرق انت المدربين رؤاهم بتختلف مدارسهم بتختلف مدرسة كابتن علاء تفهم منه كده أنا لما كانوا يعني أنا لما سؤول لو أنا المدرب مش هعمل كل ده طيب ما هو انت كمان يا كابتن علاء متصور انه هو عمل مغامرات ليه ما تكونش بسصلها من زاوية ان الراجل عارف حالة لعبته وده اكيد ومتطمن لها لانه هو مش هيجيب كابتن احمد فتح يختبره ولا رامي ربيعه يختبره ما كانوش الناس دي فعلا جاهزة وياسر ابراهيمة دي احنا شايفينه كل مرة بينزل بعبر عن نفسه وعنده ماتش مهم جدا في جنوب افريقيا ده هو مش بس بيرايح لعيبة ده هو عايز يطمئن على دول يمكن يحتاجهم فالمسئولية مختلفة والرؤية مختلفة وهو ده التفكير اللي يفرق مدرب عن مدرب لسارتي من وجهة نظري حتى لو لم يفز كان له وجهة نظر ما نقدرش نقول انه غلط وجهة نظر في ادارة المرحلة ادارة المرحلة هو قال كلمة فيها السر كله قال ان لعيبة التحادس كان دالي اخر ربع ساعة وقت ما هدي من ضمن حساباته بالضبط هو عارف الملعب ده حيرهق الفرقتين فجهز القوة الضربة العدائين بتوعه للوقت المناسب اليمين والشمال اسرع اتنين هم واظاروا اسرع تلتة في الفريق لاخر ربع ساعة واحتفظ بالمهاري اللي ادالوا شوية وقت في موتش الزمالك علشان يقدر السلاسي ده يستفيد من النهاك بتاع اللعيب الاتحادس كان دالي ويباني الفروق الفردية وجهة نظر مش مش ههاجم وجهة نظر الكابتن علاء بس هقوله هذا تفكيرك لكن لسارتي فكر بطريقة والماتش انصفه منقدرش بقى نقول له مش كل مرة تخسر ويفرد انه هو نزب بالفول مخسر بقى كنت احطوله ما رايحتش الناس ليه ما همش كل مرة تسلم الجر هي الانتقائية لكن فاكرين صالح جمعة والكلام اللي اتقال عليه صالح جمعة اجتمع بلسارتي صالح جمعة عايز يمشي لسارتي مش مقتنع بيه وكلام كتير جدا في اطار الحرب اللي كانت ممنهجة ضد صالح جمعة لتطفيشه ضد النور القالي الكادم الآخر بالزبط مرت اللي صارتي من الاول وقال ثقته في اللعب كبيرة جدا عنده تقدير لكفاته وموهبته واداله في الوقت المناسب وقال رأيه فيه بعد المباراة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استفادة من الفرصة. Ahora bien, cuando uno tiene a Nasser, عندنا Nasser, a Goma, y Goma, y Gualiz Suleiman, es difícil elegir. سيكون من الصعب que نختار. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo va a ser. Vamos a ver cómo va a ser. y Goma, مهير الاهلي حتى هو بيلعب ضد الاهلي لانه اثبت مبدئيا الاهلي لما راح اشتراه من النصر هو كان في النصر في الدور الممتاز بالمناسبة يعني لا تخطئه العين فكان واضح جدا هو بيلعب في الدور الممتاز لعب دوري ممتاز مع نادي النصر فواضح جدا الاهلي لما اشتراه اشتراه على هذا الاساس لكنه صغر سنه المركز بتاعه احتياجه لخبرات اكتر خلت الاهلي ينفس فيه نظام الاعارة لما يعار الى الاتحاد السكندري هو مش من ضمن اللاعبة اللي اتعملها في العقد الاعارة شرط المشاركة او عدم المشاركة فده الفرق اللي بين اللاعبة اللي راحت الجونة كان فيه شرط عدم المشاركة لانه فيه فرق في القيمة المالية بتاعتهم عمار ما كانش ده تعمل فبالتالي كان حقه يلعب قدام الاهلي ظهر بمستوى جيد جدا واخلاصه مع فنلته وحالة الاداء العالية اللي كان فيها يحسب للنادي الاهلي في حاجتين هو ده اللعب النظيف هو ده احترام المبدأ الرياضي انك لو لعبت تحترم فرقتك وتحترم اللعب النظيف وتحترم شرف اللعب لا يا تقاعس احنا شفنا قبل كده حالات كتيرة كان حارس مرمى بيقولك انا باطلع باسهبها شفنا ده واعتقد عراضنا ده كتير لكنه انك تحافظ على مبدأ اللعب الرياضي النظيف دي كانت من اهم المزايا في تقلق عمار حمدي هو ده سيد ابراهيم هو انت قاعرته ليه مش عشان تشوف قدراته لما يتقلق مين اكتر ناس تبقى سعيدة انت احنا طبعا اتطميننا عليه بالزبط ورغم انهم عملين يقولوا قيم مالية لا هو ما جاش بالقيم المالية اللي بتتقل دي ورغم هذا يستحق النهاردة اي قيم لانه النهاردة رجل راح منتخب مصر بالزبط واحنا عايزين اكتر من كده نشوف رأي الشيخ طه اسماعيل والكابتن احمد شبير عن عمار حمدي قريب الاتحاد اميز ما فيه كان عمار اميز ما فيه لان عمار كان هو اللي بيعمل اللينك بين الناس اللي في نصف الملعب والامام بالمرور الفرد الرائع برشاقة كبيرة جدا وخفة حركة وتمويه ووعي كبير جدا في التمرير بعد ما بيعمل المرور الفردي ده وهو اكتر واحد عمل ضغط على النادي الاهلي على الجول كبير كان عايزة حميك من الولد صغير لكن حقيقي على المستوى السلوكي ان هو اعارة من النادي الاهلي نعم وان هو راجع النادي الاهلي كمان كم شهر نعم ومع ذلك بهذا الاداء وهذا الحماس هو ده احترام كرة القدم يا كابتن حتى لو كان ولد صغير وده احترام وده جمال نعم ناس لازم تفهم بقى يعني لازم فهموا يعني اجرة قدم يعني اول مبدأ من مبادئ الفير بلاي نعم عشر مبادئ الفير بلاي اول مبدأ بلاي تو وين بكل ما قوتي من قوة وعايز يثبت وجوده بشكل رائع جدا لدرجة ان هو تسارع الاداء بتاعه خلى مدار المنتخب اختاره في المنتخب الاول ازبوط ولقى في المباراة اللي تلعبت في النيجر فده بيبين قد ايه ثقة الولد في نفسه وشخصيته وعنده شخصية كبيرة الاشتراك في الكرات اللي بيشترك فيها المشتركة المرور من اللعيبة مرور بزكاء ووعي كبير جدا عنده رشاقة وخفة حركة وبعدين شارب شارب يعني ايه يعني عنده حدة بدنية وهو بيفوت بحدة بدنية بحيث ان هو بيتفوق مش مثلا فيه واحد بيفوت ببطء شوية لا هو بيفوت بسرعة كبيرة وفي نفس الوقت مسيطر على الكرة بتاعته بشكل كويس عمل اضافة كبيرة لنادي بالتحاد النهاردة وكان مشكل خطورة وطبعا من حتة الشمال دي بتاعت رمضان دي هو فات منها وكان ممكن يسجل هدف بشناوة انقضة موهبة لا تخطيقها العين ومحل التقدير لكن انا بحب تملي ان انا افكر في بكرة عمار خد من الكلام ده انك انت واعد مش اكتر من كده انت لم تحقق بعض ما تستطيع ان تحققه انسى كلنا متوسمين فيك بدلنات جيت النادي الاهلي في السن دي يعني وتصعدت تلعب مع الفريق الاول وبعدين قعرت وبعدين انت بامكانياتك قدرت تتعبر عن نفسك لكن هذا هو بداية الطريق نرجو ان البداية دي تكون بداية مش نهاية البداية انك انت تستغل منها الايجابيات وتقول لنفسك ده انا لسه بدري علي قاول ده انا عند دحسة من كده بكتير ده انا من خلال النادي الاهلي هعمل وساول لان ده هيتلعب في ودنه هو واحمد حمدي وجذار واحمد ياسر كلهم لعبه هيلين وعبروا عن نفسه ده يطمئن النادي الاهلي لكن اللي يطمنك اكتر شخصية اللاعب انه ازاي يستفيد من المديح ويستفيد من الهجوب صحيح طيب مباراة الاتحاد فيها 3-4-5 نقاط مهمين نقطة مهمة جدا الشق الفني اللي حضراتكو شفتوا التشريح الفني ليه من خلال عرض كل اراء السادة الكباتن والخبراء فيه جزء خاص ب احداث ما بعد المباراة لانه بمجرد ما الاهلي جاب الهدف التاني زطت الزطة واختلط الحابل بالنابل وقالوا فيه مشاكل هنا لما يزطلع اتهام واضح وصريح وتحديد الاتهام في اتجاه معين يبقى يحتاج معلومات لانه لو صح اللي قاله الكابتن متحة شلبي لو استوجب العقاب نشوف رأي الكابتن متحة شلبي وضيوفه فيما حدث في ارضية الملعب بعد نهاية المباراة ما ينفعش الكابتن سادة عم حفيز يسيب دكته ويروح في مقابلة دكة التحاسكندري ويشوع ويتكلم ويتنات بسرعي انا اسف اللي عمل ده حسام عشور حسام فأملوا مجد علام اللي هو المساعد المدرم وقالاه الحق ان يقوم له يعني مش هيبقى يموتوا خراب ديار دخل فيه يجونه فوقت القطر يعني احفظ لي بقى يعني كرمتي هقول لي ايه أكتر من كده تروح تستفزوا قدام الدكة بهذا الشكل وبعدين يقوم سيد عبد الحفيز يروح عشان يعنف مجد علام لانه يرد على حسام عشور يعني مش حارف انا حبي أولا هو كل كل رد الفئة دا لان المبراء مجدودة وكنت انا قلت لحضرتك من ثلاث يام تقريبا كل براءات الاهل والزمالك القادمة ممنوع التعادل مش خسارة فحضرتك هتلعب لدقيقة تسعين الهدف بالنسبة للنادل الاهلي فرحة مش طبيعية للجهاز واللعيبة والجماهير بالنسبة للنادل الاتحاد كان نفسه يتعادل هنا ارضت فعل فرحة بس مهما كنت فرحانة كابتن متحك لازم لازم احترم المنافس لازم زي ما انا شعوري انا فرحان قوي خد بالك نحية تانية محضر جدا الجانب الاخر متدايق وزعلان هو خسر في التوقيت ده فهي دي يعني اكيد هم يحصل صلح وكده وحاجة حلو حصل ودخلوا الاوضة واكيد حسام هيروح بص بص الدكة بص الدكة هي دي اللقطة افرح زيما انت عايز مليكش نوعب الدكة التانية يعني افرح زيما تحب لكن يعني راعي عالجانب الاخر فيه ناس اكيد فيه عندها احباط جامل جدا بص الدكة هنقول اهلي كل ده من حق كل ده من حق كل ده من حق كل ده من حق با هو يعني الجمهور اليهارده في ممتاز شياك جمهورين اهلي ملتقول الجمهورين على لجنة المسابقات انها تعمل دورها بقى بص دكت الحاجة عامل حسين بص دكت اي حد تجاوز في هذا اللقاء سواء على الدكة او برا الدكة يبتدي ياخد قرارات اه تا 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 يعني يبقى فيها رادع بس المرائب بقى يكتب لها سيبك من الكتابة سيبك من الكتابة او الشريط الرسمي للتلفزيون اولا اولا الحاجة عامل نفسه بما موجود في المباراة دي في اسكندرية اه ببقى شايف وهو رئيس لجنة المسابقات مش محتاج ان الحاكم يكتب اه حصل بكده احنا سألناها قبل كده كابتال لا 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 ده كلام ده كلام يبقى بص الجمهور وجماله جمهور كان جميل احنا كده منوصل احنا كده منوصل نفسنا الى ان نلبس في الحيد كلنا طبعا طيب ازاي ممكن نلبس في الحيد كلنا وازاي نتفادى الحيد مش كده وازاي الحاجة عامل حسين يوقع عقوبات على المخطئ وجهاز الاهلي سواء الاول الكابتن سالة عم حفيزه وبعد كده الكابتن حسين عشور غلطه وراحه وكده موت وخراب ديار وده عدم احترام للمنافس وانت رايح تكيد وتغيز دكة الاتحاد وان المباراة مشدودة وانه قاني الاوام بقى اتضرب بيد من حديد وانه على لجنة المسابقات تعاقب جهاز الاهلي والغلط يتعاقب وما فيش حد فوق العقاب كلام ده بنسمعه لما يصدر اي حاجة من النادي الاهلي او من جهاز الاهلي ما بنسمعهوش على اي طرف تاني خالص مهما بلغت الاساءات والتطولات والاساءات ما حدش بيتكلم لكن ما علينا الاهلي بيحافظ على السلوك لازم ان يتحاسب عليه اذا كان الاهلي غلط لعبته جهازه غلطه يعاقب ويحاسب لكن لما يبقى مغلطش وما صدرش منه اي حاجة اللقطة لو حتشوفوه حضراتكو اولا ما حدش راح لدكة الاتحاد اللعبة نازلة على نص الملعب او الجهاز قام لنحية نص الملعب مع هذا الاحتفال ثانيا انا سمعت الكابتن سيد عب حفيز بنفسي بعد المباراة قال خلاص حصل خير بمجرد مجالنا الكابتن حلم وطولانا حتى سيد اهل اهل ده كابتني ومدربي هو اللي رباني فمجرد ما يجينا الاوضة ويعتذر عن اللي حصل خلاص المعسألة انتهت واحنا حبايب وبين الاهل والاتحاد علاقة تاريخية كبيرة جدا طب ما يمكن سيد عب حفيز بيقول ده لانه اه كابتن حلم طولان مدربه وانه في النهاية محد شاف حاجة طب ما نسمع الطرف المنافس قبل ما نسمع بس يا استاذ ابراهيم ما هو انا ليه تقع اه ملاحظة دلوقتي كابتن مجد عبدالغاني مش محلل بس اي ده عدو مجلس ادارة مهم من الاعضاء المهمين المؤسرين صاحب رأي وصاحب تأثير لما على الهوى يطلب من رئيس لاجنة المسابقات اصدار عقوبات ده توجيه اي ويقوله ما انت في اسكندرية ده بيفكره انه مسكندرية بقى وبيقوله خليه انت في النلعب وشايف يعني يعني لا يمكن هذا الخلط لا يمكن هذا الخلط لان وبعدين ده احنا اصدرنا حكمنا بناء علي اي واحنا قاعدين متفرج ايوة يعني هل متخيل انت حصل حاجة في المصر تستوجب ان الاهل يبقى محقون من الاتحاد واجهده الفني فيروح يغيزوا ما حصلش اي مشادات ما حصلش اي مشاكل بين الاجهزة يعني ما فيش سبب ان واحد احسام عشور ما احترمنا بالالقاب يروح يغيز حد هناك الناس اندفعت ناحية اللي جاب الجود ولا بيفكروا هم فين ولا بيعملوا ايه لا يمكن يكونوا راح يغيزوا حد مستحيل مستحيل ما فيش سبب لكن عارفين الحقيقة ايه حسام عشور رايح يحتفل وهو راجع مجد علام احد اعضاء الجهاز الفني او الاداري في الاتحاد شانكلوا واقعوا فاستوجب الامر ان مدير الكورة في نادي الاتحاد يعتذر للاهلي يعني اعتداد جسدي مش لطف جمال عن هذا التصرف غير اللائق شوفوا الخطأ اللي حدث ايه طب ممكن نقف هنا الناس ماشت الكلام في السكة ايه نقف هنا بس لاحظة استاذ ابرهيب اه تم عرقالة الكابتن حسام عشور هو راجع اتعرقل تحت دكت الاتحاد لا وهو راجع في مصاره يبقى مين اللي راح لمين ومش محتاجين نحن نثبتها هم هم اعتذر عن هذا السلوك هم راحين كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة والكابتن حلمي طولان راحين لقوضة النادي الاهلي ياللي عايزين توقعوا عقوبات على النادي الاهلي ياللي بتستنفروا وتستفزوا الحج عام الحسين والمراقبين ياللي اصدرتوا الاتهام بشكل مباشر كابتن حلمي طولان مش هيجامل الاهلي راح يعتذر بنفسه الراجل بكل شياكة واقار واحترام مشوار قاطع مشوار مش قابلهم بالصدفة راح لهم القوضة على اللي حصل وبيستأذن بالامن طيب نسمع رأيي الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد بيحكي الواقعة هي المشكلة بس ان لما النادي الاهلي احرص هدفه فالنادي الاهلي كله جيه على ناحية الدكة عندنا فدي اللي حصلت فيها شدة وحصل فيها تنشانة زيادة على لزوم واحتكاك لان الناس معدية بس احنا دلوقتي دخلنا كابتن حلمي طولان وانا واعتذرنا مستر لسارتي واعتذرنا لكابتن ساد عب حفيز وكابتن محمد يوسف وهدينا الدنيا وسلمنا عن ناس وما ضيوفنا وده وارد في الكرة حتى مستر لسارتي قال ما فيش مشكلة يعني ده في الكرة وارد هو بس كل الموضوع علشان الفرحة طبعا كبيرة عند النادي الاهلي فلما النادي الاهلي نقل الناحية التانية كلها فالجري ده حصل احتكاك وطبعا يعني حصل خطأ من عندنا احنا في الدكة لا حصل احتكاك يعني بالناس طبعا كلها بقت في مكان واحد لكن الحمد لله الحمد لله انها عدت على خير والحمد لله الاتحاد والاهلي يعني حبايب وخوات طبعا الاتحاد والاهلي حبايب ده مؤكد طبعا العلاقة التاريخية يجب ان تعود لو في وقت نرجع هذا زمان كان الموسم لا يبدأ الا بمباراة بين الاتحاسة كندري والاهلي مباراة ودية في افتتاح موسم الكرة باستمرار وهذا سر الشعبية الجارفة للفرقتين الاهلاء في اسكندريا بيحبوا الاتحاد وبيحبوا الاهلي والاتحادوية اللي في اسكندريا بيحبوا الاتحاد والاهلي وكذلك اللي في مصر كان الود يجمع الفريقين وما زال والحقيقة ان الكابتل الخطيب في كل فطرة انتقال بيوصيني على الاساس محمد مصلحي يقول لي شوف طلباته ايه الاول الراجل يعني اذا احتاج حاجة لو سمحت عادلي بلغني على طول ولذلك هو اللي سبق واختار يعني التحادس الكندريا له مكانة وكل الاندية الشعبية نتعامل معها بهذا المعيار لان احنا مقدرين الضغوط اللي على مجال استدارات هذه الاندية صحيح علشان كده كان التواصل المسؤول والحميمي ما بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد وده اللي عبر عنه الكابتن احمد شوبير في اونسبورت نسمعه صحية لمجلس ادارة الناديين نادي الاتحادس سكندري ونادي الاهلي الاتحادس سكندريا هي قال انا هلعب بجمهوري ومعندش قدنا مشكلة عايزين تنقله الماكس تنقله هي حتى بسكندريا لكن قال اعب بجمهوري وهذا حقه تماما يعني والنادي الاهلي الحقيقة انه ما عادش يسرخ ويصوت ويهلل لا بالعكس عادي جدا طالما هو ده والامن كده والقرار كده ومن حق الاتحادة لعب بجمهوري وجمهوري الاهلي كمان لا يحرم من المباراة فما حصلش مشكلة ما سمعناه الصوت كل التحاول اللي احتراموا التأدير للاستاذ محمد مصلحي رئيس النادي الاتحاد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الان وهي ده الروح الطيبة اللي يجب ان تسود ودلوقتي الزملاء في الاعداد الأستاذ عبد منع من الوسطى والأستاذ محمد من الصافة بيبلغوني انه كابتن متحد شالبي على نايل سبورت ظهر دلوقتي واعتذر للاهلي وجمهوري عن مصادر منه من تقدير موقف في مباراة الاتحاد ووضح جدا انه كانت المعلومة غلط وكانت تفسير الاحداث اللي حصلة في الملعب غلط ومن ثم تم بناء كل مقيل عنده على هذه المعلومات الناس مش واخدة بالها انه الأهلي لما جاب الجول في المرمى الشمال الدكة بتاعت الأهلي شمالها الاتحاد تم لعبة الأهلي والجهاز عشان يقوم يروح يحتفل مع اللعبة لازم ان هيمر على دكة الاتحاد اللي حصل هذا الاحتكاك اللي عملوا مجد علام احد اعضاء الجهاز السكندري واللي الكابتن وليد والكابتن حلم طولان اعتذروا عليه واعتقد لما وضحت الرؤية اعتذر الكابتن متحد شلبي ودي روح طيبة لانه كان الكلام كله زي ما انتم شوفوه شوفوا اعتذر الكابتن متحد شلبي مهم جدا ليه لان احنا بنتكلم عن تأثير الاعلام استاذ ابراهيم لما يبقى فيه تجني الجمهور بيبقى غضبان جدا جدا لان ليه يعني ودلوقتي احنا نفسر كل شيء انه مقصود ان التجني مقصود اعتذر الكابتن متحد دلوقتي بيوضح ان التجني لم يكن مقصود ولكن كان فيه تصرع في الحكم على الامور صحيح مقبول اعتذر الكابتن متحد وخلاص ومقبول تأدير الكابتن حلمي طولان كل التأدير والاحترام له للكابتن وليد ولكل الاجهزة للحياة اللي بتشتغل في اطار الروح الرياضية السليمة طيب هذه المباراة شاهدت جدل تحكيمي حوالين ضربة جزاء لصالح طالب بيها لعب الاتحاد الاول حنشوف رأي الكابتن جمال الغندور لان الحياة الجدل اللي اسير اسير بين الشرطين كابتن متحد شلبي سأل الكابتن مجد عبدالغاني والكابتن على ما يهوب فقال له لا ضربة جزاء بشكل قاطع وحاسب حتى انه الكابتن مجد قال لك دلوقتي انه فيه تعديل في القانون اي لمس تياد داخل المنطقة ضربة جزاء بس لاحظة يا استاذ ابراهيم هو فيه حد في الهفتايم طيب ما تقول كده ولو فيه جمهور ينزل الملعب في الهفتايم لما نجزم محدش بيقايم الاحداث في الهفتايم ابدا والناس في الملعب لسه يعني دي نقطة فنية في الامر يا جماعة ده خطر خطر هذا الكلام في الهفتايم لا بعد الماتش ممكن تقول رأيك وأنت حر يعني انت حر في رأيك لكن احنا كمان نتصدى بالواقع زي ما احنا عايزين لكن في الهفتايم يا ريت بلاشي الهفتايم عشان ما نصدرشي رأي معين للجمهور اللي في الملعب صحية طيب اتقال عصد دلوقتي تعديل القانون اي لمسة تهد في المنطقة ضربة جزاء بغض النظر انت متحمد مش متحمد عملت ما عملتش كنت عايز ايه مش عايز ايه هي التعديلات كده فكان لازما يتحس بضربة جزاء للاتحاد اللي كان الرأي القاطع اللي اعتبرنا جاد جريش اللي راح كسل العالم ما يعرفش التعديل ما يعرفش اه كابتن جمال الغندور رأيه بعد المباراة في نفس القناة النيل الرياضة نشوف هنا بس انا حايز ادور على كل اللقطات هعرضها الاول عشان ادور على اللقطة اللي ممكن تفيدنا اه جات في ايده لكن نشوف هنا اللقطة دي جاي اللاعب ويده وراء ظهر من البداية اللقطة التانية نحاول نشوف اللقطة دي بنشوف دي بس بس ارجع شوي ارجع شوي ارجع شوي ارجع شوي بس كبتمتحة من البداية هنا اللاعب بيحط ايده وراء ظهر من البداية بيحطها وراء ظهر نعم تمام نكمل وبعدين عايش عشان دي خلاص حادها موجودة في لعبة الكرة في المدافعين ان انا يعني عايز اقول للحاكم انا مش يعني انا بحاول اه ان الكرة ما تجيش حطي ايده وراء ظهره وبعدين نزل فراحة الكرة في المكان اللي فيه ايده مزاقش ايده سنة يا كابتن مو ده اللي انا عايز اكتشفه ليه بقى لو الايد من بر الجوة يعني معناها ايه كابتن متحت من بر الجوة بالمصطلح بالنسبة لنا معناها ان انا بقولك اهو انا بدخل ايدي في حيث جسمي اوكي يعني انا مش عايز الكرة تصطدم اهي اهي ادي الصورة اهي لما نزل اللاعب هنا هل اللاعب هنا استفاد مش استفاد بقى من من زي التسلل لا استفاد من هذا الوضع بانه تم تكبير جسمه انا ما اعتقدش انه لو عايز اللاعب يعني ياخد الرزق مش هيحط ايده وراء ده هو كرة صعبة جدا حالة صعبة جدا كرة صعبة جدا حالة جدلية جدا لان في الاس تقولك هو مط كوعه سنة عشان يحجز الكرة لو خرجت ايده حتى لو هي ممسوكة لو خرجت معناها انها اتجهت لكرة اهي هالك ابت الميت هتقدر انت تعمل او حد فينا يقدر يعمل ده انه هي ايده ممسوكة بالايد التانية يخرجها او يوجهها او هو عنده هل عنده الفرصة الكاملة من المسافة دي ها اهي بص المسافة دي والسرعة دي اللي هي بتبقى نص متر هو عنده الفرصة الكاملة انه هو يتعمد انه يخرج ايده او يوجه ايده في سكة الكرة صراحة موضوع صعب جدا في الموضوعات الصعبة اللي كده كنت بيضحة الجدلية انا بامشي مع قرر الحكم انا عايز بقى تعدلني يا جماعة لقطة هتشوف الحكم الخامس داخل جوه ارض الملعب عشان يشوف عشان يشوف ودي لقطة برضو انا حابة بسألك فيها هالمباحس للحكم الخامس يدخل في اي حتة المهمين يدخل في اي حتة عشان يشوف حتى بس هل ممكن الكرة تضرب فيه وترجع احنا بنتكلم بقى عن هو طبعا البروتوكول بتاع استخدام الحكم الاضافي ما فيهوش ان يخش الملعب الا في حالات ايقاف اللعب انما هو بيحاول وهو بيحاول لو قدر هو يجيب قرار حتى لو استخدم الوسيلة غلط ان يدخل الملعب عشان يجيب قرار صعب عن الحكم وبعيد عن الحكم يبقى اهلا وسهلا حاجة البروتوكول بيقول ان هو عنده مساحة مخينة خارج الملعب يعني قرار حضرتك تمشي انا همشي مع قرار حكم لصعوبة الحاجة يلا لقوا داخل حاجة كابتن جمال الغندور في نفس الفيديو بعد كده كابتن ميت حتسأله قال له لا على فكرة انا عايز اقولك على حاجة ده كلام من كابتن جمال مفيش حاجة اسمها التعدلات قالت انه اي تاتش بول في المنطقة ها ضربة جزاء التعدلات ما قالتش كده خالص ده كان الرأي القاطعة لكابتن جمال وده بيرد به كلام في نفس القناة فيما بين الشوتين للكابتن مجد عبدالغاني وهنا في الحقيقة انا عايز بس اوحد المصطرة كتير لما الناس تيجي تتكلم لو سئلت ضربة الجزاء رأيك فيها او قرار للحاكم يقولك لا هنسيبه للخبير التحكيمي مش بتسمعوا كده لا مش هنتكلم على الحاكم فيه فقرة للخبير التحكيمي رأيه هيكون اوضح فانت ما بتثبتش مصطرة في الوقت اللي انت عايز تقول بتقول ويرجع الخبير التحكيمي في نفس القناة هيكون رأيه بهذا الشكل انه ياسر ابراهيم حاطت ايديه وراء ظهره ايده اليمين مسك ايده الشمال مسبت ايديه وراء ظهره وهو رايح للعبة يعني في نيته انه يبعد اي محاولة ان الكرة تيجي فيه وكواس او ان الكابتن جمال غندور وقف باللقطة عند اللحظة يا باشوهندس اللي قبله معمار يلمس أستاذ ابراهيم من الناحية الحركية دي صعبة جدا انك تمسك وتفرمل وما تسيبش ايديك وتسند وتقع كمان وتسند دليل انه هو مش في نيته خالص انه يتحايل طب ده غيره نزل وكأنس كده يا أستاذ ابراهيم ما تحسبتش أيه الله يعني احنا حنجملهم اللقطات دي ضروري عايز اقولكو حاجة بمناسبة ضربات الجزاء الناس اللي بتتكلم مع الحرام والحلال وضربات الجزاء واللازم منه الموسم ده زمالك اكثر الاندية استفادة من ضربات الجزاء وانا بقول ارقاب كم ضربة زمالك تحسب له هذا الموسم حتى الان عشر ضربات جزاء عشرة لا اتحسب له هذا الموسم عشر ضربات لا اكتر طبعا الاهل اتحسب له اربعة الاهل في المركز العاشر باربع ضربات جزاء الاعداد يقول لنا اتحسب له كم ضربة جزاء ما هو الاعداد اللي بيوفيني بالاحصائي لا الاعداد انا عندي معلومات تانية انه الزمالك الموسم ده اكتر اكتر من عشرة طيب هنرجعها فيها عموان ضربة جزاء الاهل عشان نبقى برضو في الموضعية كابتن جمال الغندور رأيه القاطع فيها انه ما فيهاش اي شي وانه ياسر ابراهيم مدافع الاهلي ثبت يديه وراه ولم يستفد منه كابتن احمد الشناوي عشان بنستعين برأيه كتير رأيه انه فيها ضربة جزاء كابتن سامير عثمان واكتر من حد من خبراء التحكيم رأيه لا ما فيهاش ضربة جزاء فكان فيه ثلاث اراء وصاد رأيه الكابتن الشناوي كل الاراء تحترم لكن اللي انا اصده مفيش في التعديلات زي ما اكد الكابتن جمال الغندور انه مجرد اللمس ضربة جزاء هو مجرد اللمس للعب المهاجم لو لمست الكورة ايده وهو في منطقة جزاء الخصم هتحسب هندبول عليه لانه هيبقى استفاد بشكل غير شرعي مش تتحسب ضربة جزاء هو فيه تفسير عكس للتعديل بحسب ما اكده احد الحكام القدامى انت يعني عمار حمدي اهو رايح يجيب جون لو لمست ايده متعمد غير متعمد هندبول عليه انما مش الفريق صاحب المنطقة مش المدافع هنا عارف ليه اه لان المهاجم هنا فعل اه والمدافع رد فعل ام يعني المهاجم هنا هو اللي بيشوت هو اللي بيواجه الكورة اي فممكن يوجهها بعمل لكن المدافع اللي واقع على الارضة حيروح فين ام ده انت بينك وبين اي ارضة ورشوت فيا طب انا هعمل ايه الحكام زمالك طلب الاستعانة بحكم اجنبي وطلع رئيس نادي زمالك حدد تلات اربع دول ومش هقبل الا حكم منهم انجلترا وفرنسا والمانيا واسبانيا تقريبا وفي وقت متأخر قوي اضيفة البرتغال وممكن نقبل من البرتغال لما عارف ان حكم البرتغال ولا ما عرفش هم قالش معنا البرتغال يعني ما عرفش وهين عايزين نقول حاجة يا جماعة انا كنت سهلت الكابتن ساميرو عثمان قبل كده على التليفون هو فلوس استخدام حكم اجنبي تفرق من طاقم عالي المستوى او دولة كبيرة ولا دولة صغيرة فقال لي لا هي واحدة اذا كانت تقريبا عشرين او خمسة وعشرين الف دولار هي واحدة بغض النظر عن مستوى الحكم او دولته طلب الزمالك استخدام حكم اجانب طلب مشروع ويحترم ويقدر لانه كمان الاهل في توقيت سابق قال ان انا ممكن اطلب حكام اجانب بيرامدز بينفز ده وتقال له لا على فكرة وتقال اسموحه لا تمام فاينال كاسا الفاتح قال له لا السنة اللي فاتح والاهل تقال له لا السنة دي للامانة ايه الفرق نفس اللجنة ونفس المجلس الظروف هي اللي بتتغير ايه سنة دي لانه بيرامدز طرف الذي يطلب هو اللي بتغير لانه بيرامدز فرض حكاية الاجانب فاصبح الاتحاد في نوع من الحرج اي حد عايز يجيب حكام اجانب الغوي نقط بطاقيته هنا عايز اتكلم على طاقيته طاقيته هي المهمة جدا الاتحاد عايز ينجح المسابقة بلا شك الاندية بتدور على حقوقها حق طبيعه ومشروع النادي اللي عايز يجيب حكام اجانب يدفع الفلوس وعلى فكرة الشروط اللي الاتحاد باعتها للاندية ان كل نادي يقدم طلب بحكام اجانب يرفق معاه شيك الفلوس قبل معاد كافي قاله قبل كده اسبوع قاله عشر طيام معلنا الفلوس بتاعة الطاقم البرتغال اتدفعت امتى مش هنتكلم فيها لكن انا بتكلم على فلسفة الاستعانة بطاقم اجنبي اذا كنا عايزين نجيب حكام كويسين نتأكد من خلالهم على تطبيق العدالة بشكل اعمى ما يتقالش انه الحكم ده صفر عشان بيجامل الالة او صفر عشان بيسند الزمالك لا انت عايز تروح لواحد مش شايف الوان ما يعرفش حاجة عن الاندية المصرية ولا حساباتها فراح تجيب حكم اجنبي ده توجه مفهوم لكن المستوى والشفافية ليه ما يكونوش موجودين كالتحاد كرة انا بتكلم في منطقة ام العدالة قضية التحكيم لازم ان اكون عندي حرصة على الشفافية التمة اقول النادي الاهلي بعد طلب يجيب حكام اجانب ومش من حقه يفرض علي اجيب له منين لحظة واحدة انت قلت كلمة لازم ان نتوقف برضو عن ده اه هو التحاد الكرة لما بيقول اطلب الحكم ارفق الشيك ده دي من الشروط قبول بحث الطلب اي يعني لا ينبغي اطلاقا انك تبحث الطلب اذا كان مش مستوفي الشروط هل الشيك اتبعت يقول لنا الشيك هي دي الجزية اللي انا بقولها لحضراتكم الشفافية لانك انت في الاول بتنشد العدالة المطلقة ومن الاول هدفك ان انت بتدور على ازاي تاخد حقك بشكل اعمى فجاي بخواجب بورنيطة محدش هيعترض او محدش هيفكر يتهمه في زمته ماشي بس الشفافية مطلوبة تطلع كلجنة حكام تقول انا اللي اخترت الطاقم البرتغالي وانا مسؤول عن اختياري وسبب اختياري للطاقم البرتغالي واحد اتنين ثلاثة وما يثار عن هذا الحكم غلط حجم خبراته ايه اللي تخليه احسن من حكام مصريين ايه اللي زكاه وليه رحت للبرتغال تحديدا لانه الطرف المعنى بالامر وهو ناد الزمالك الشقيق المحترم رئيسه طلع قالك انا عايز بشرط يكون من اربع دول هل الاتحاد استنفذ محاولاته مع الاتحاد الاسباني والالماني والفرنسي والانجليزي هل ملقاش في كل دول او الاطالي هل ملقاش في كل الاتحادات الاربعة او الخمسة الكبيرة اي استجابة او رد يقول احنا كنا بنشوف في توقيتات سابقة قبل لقاءات القمة يطلع رئيس لجنة الحكام يقولك خطبنا تسع دول رد علينا فلان بالرفض وفلان بالاعتذار وفلان قالك انا مشغول وفلان قالك ممكن ابعتلكم لما كانوا معنيين انه يفهموك ليه لانه انت عايز تحترم الرأي العام وعايز تروح للمنطقة العادلة بشكل مجرد وشفاف احرص على اظهار الحقيقة دي مسألة بالذات لما ييجي حكم يتسبب فيه جدل يأثر في نتيجة مباراة يتكلم عليها المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ويطلع على تويتر يتحسبن ويقولك الحكم كان انفير بشكل واضح جدا ويطلع خبراء التحكيم منقسمين ومختلفين او متفقين بمعنى صحيح متفقين بشكل واضح جدا وغيره منقسمين على ضربة جزاء احتسابها الحكم البرتغالي لنادي الزمالك فاز بيها بالتلات نقاط هنشوف الكابتن جمال الغندور في النيل للرياضة تعالى نشوف لعبة ركلة الجزاء لعبة المباراة نحلل الصورة اللي قدامنا ندور على الخطر زي ما دورنا عليه في اللعبة الاولانية نشوف يلا انا عايزكم تجيبولي كل الاعدادة يا جماعة بعد اذنكم يعني دي الصورة اللي احنا احنا فرجنا عليها في الملعب ولا هنا فرجنا عليها من التلفزيون نشوف ايه اللي حصل تاني ايه القريب اوكي الكرة تلعبت اللي لعبها لعب الزمالك اوكي نزلت القدمين على الارض سقط الاتنين الاحتمال الوحيد كابتن خالد ان يكون هنا المخالفة بالايد الشمال الاحتمال الوحيد اللي هي اختفت عننا دلوقتي اه اه الاحتمال الوحيد هل في شد اه جذبة من الفانيلا هل في ولا دا انا عايزك تجيبلي خلينا نتكلم بمنطق اه الصورة اللي قدامنا دلوقتي بتقول مخالفة لا بالرجلين خالص لا ما فيش حاجة في الرجل هل دي في شد طب اللي هو الشد هيقع لورا ولا هيقع لقدام اذا كابتن خالد بالنسبة للصورة اللي قدامنا ما فيش مخالفة اه وي لكن خد يكون هناك احنا بيحتاجين في الحاجات دي بقى صورة من وراء الجل نشوف هنا بص فين الصورة اختفت عند اللاعب رقم 11 خد يكون في شد اي اول الاحتمال الوحيد زلت بتقول لك كابتن جمال لو موجود الشد اه يبقى هو دا اللي شافه الحكم طب هو دا اللي يعني يمكن هات هالي تاني ونقف كده اه اللي خلى خالد دي اخد لحظة الورا شوية ما انا عايز اقول لك ما فيش بالنسبة صورة الصورة الصورة اللي تأكدلي الكلام بص الحكم فيه لا يمكن باي حال من الاحوال الراجل في المكان ده يشوفها صح انت عارف احنا لعمل صبورة القرار الحكم لو عمل اللي عليه صح لو عمل اللي عليه وراح وفتح زاوية رؤية فين وقت ارتكاب المخالف هيوصل لفين والله لو سوبرمان ما هيوصل لشوف لا لا طب هو حسب ركلة الجزاء على اساس ايه الصورة اللي قدامنا كاتل خالد بتقول ان ما فيش خطأ صح صح بص انا المعني باللقطة ان الحكم على بعد ستين يرضى من الحدث يعني لو يجري معنا الضارة معظمة احتمال يشوفه انما هو بيجري وقدامه بشكل متقاطع طولي معاه لعيبة وبعدين شاب من الرجل عرقالة التاني المفاجأة ان الرجل اللاعب الفاول على لاعب ازا مالك كل داس على رجل المدافع زا ما هتشوفها بعد كده دي من المناسبة كانت ضربة الجزاء العشرة زي ما قلنا المهمتس عدل من شوية الزمالك الاكثر حصولا على ضربات الجزاء عنده عشر ضربات انا جالي الخالط من نقطة اه اقول لك جال الخالط من نين ان محمود علاء اه لما قالوا هدف الدوري بيحتاشر جون اه هو كان كان ساعتها اه اظن شايد تمن ضربات جزاء اه بعد كده هتحسب كذا ضربة جزاء ايو فا الزمالك خد عشر ضربات جزاء السنة دي المركز التاني المصري وديجلة والحدود كله نادي منهم عنده تمن ضربات جزاء الاهل الموصوف بمسندة الحكام عنده اربع ضربات جزاء فقط متساوي فيها مع النجوم وبيرامدز في المركز العاشر باربع ضربات جزاء فقط ده الحلال والحرام هنشوف الكابتن احمد الشناوي عن نفس الضربة اللي احتسابها الحكم البرتغالي اللي كان بينه وبين الخطأ تقريبا اكتر من فدان نشوف نيجي بعد كده طبعا الكابتن حزم مبسوط لللاعبة دي هنشوف بقى هنا اللي راكت الجزاء فين انت يا كابتن راكت الجزاء طبعا هنا هنشوف لعب الزمالك لعب الزمالك خلان نتكلم في حاجة هناك فرق بين الالتحام على كرة القدم دائما وابدا بالاقدام ففي قوة ولكن قوة مطلوبة مش زايدة هنا لعب الزمالك هتبص تلاقيه يضوبك بيفتح رجله للآخر عايز يلعب الكرة اهو بصه اهو انا عامل ايه بص عايز يلعب الكرة بس الرجله التانية في الآخر ايه ورا يعني هو بيفتح عايز يزوء الكرة فقط ما عندوش حاجة تانية وبعد كده من الدفع دي كل لابت ليه بيروح يلتحم شيء طبيعي مع لعب مع لعب سموحة وبالتالي هنا المخلفة في ان يكون هناك اعاقة او عرقالة من لعب سموحة مش موجودة ودي التحامات طبيعية جدا داخل مطلة الجزاء لا يعاقب عليها القانون وبالتالي راقة الجزاء مش موجودة والقرار غير صحيح بس هو وصل للكرة الاول يا كابتن يعني هو لا او ماله هو عشان طب ما هو وصل للكرة لعبها هو عايز العام يزوءها بس كان عندو فرصة بحقها يعني سؤال يعني لو نفترض نعكسنا سموحة ده مهاجم والمدافع لعب الزمالك وزق الكرة كده عطبارك للجزاء طب هو شد من وراء عشان ما فيش شد ولا فيش ولا جاء جام ما لا ما سووش اجع باك سن لا لا ما جاءش ما لا ما سوو ده كابتن اه الشناوي اه على فكرة الملحوظة اللي قالها الكابتن حازم امام وابو العلا بقول له طب والشد اللي من وراء هو حاول الكابتن خالد لطيف برضو في استيديو يقول ان فيش هد يقول للكابتن جمال الغندور طب والشد قال له طب والله عليك اللي هيتشد من وراء يقع لقدام يعني زي كنت انت عايز تقول لي اتشد من الفانيلا من وراء طب يقع لوراء ولا يقع لقدام الخطأ مش موجود والاتفاق واضح جدا هنشوف الكابتن ياسر عبر اوف في القناة الاولى كان رأيه فيها ايه وهي حالة ركلة الجزاء طبعا اولا السفارة طبعا متأخرا عايز اللعب بس دي من البداية بس نقف هنا نقف هنا طبعا الحكا ما عندوش اي قراءة للعب المفترض ان هو كان يبدأ يتحرك من بدر شوية عشان يقرب المسافة دي انا الهرده بنتكلم في مسافة مش عالم 35 يارضة بينه اول مين اللي وصل للكورة بس اللبيض هو للعب تمام في اي تلامس ما بين الرجل والرجل او القدم والقدم مفيش خلاص الكورة بدأت ان هي تخرج نمشي بقى كمان شوية بس ونقف هنا نمشي بقى لان شوفتها في الصورة الكورة تلعبت اهي نفس بصة كابتل تمام شايف الايد لا لا ارجع تاني يا وليد ايوه بص الايد بتاع لعب سموحة تمام ورجل خالد بطايب ما بين رجلين لعب سموحة هو ده وضع طبيعي بعد الكورة ما تلعبت مش يعني ده حنقول ان هو احتكاك طبيعي هو الايد سموحة ما لمس الكورة صح ولكن بالضبط كده ولكن الايد ده مش احتكاك طبيعي تمام في مسك في مسك طب المسك ده يعمل حجم الاتنين يا اما هيبقى فيه شد فانا هرجع المهاجم ده الورا بص هيك يا اما هيكون انا معاك يا اما هيكون في مسك فانا هنزله مكانه ولكن اللي حصل ايه ان هم اللي اتنين كملوا التحام مع بعضهم وفي الاخر الكورة مشت فبالتالي ده التحام طبيعي بعد الكورة انا ما شايف فيه اي مخالفة ده مش شد انت مش محتسب ضربة كذا لا لا خالص شاف انا مختلف معك شوية في الحتة دي مش عارف لين بص هي انت عارف المشكلة فين فيها كريم فحاجة واحدة بس ان احنا عندنا معيار المعيار مين لعب الكورة اللي لعب الكورة المهاجم ولكن هل المدافع وصل لقدم او جسم المهاجم ده ما حصلش اللي حصل ايه ان هو خلاص اخر حركته انتهت طبيعي بعد كده خبط بقع حيكمل بيت حركته وبعدين الطبيعي جدا ان انا كمهاجم بقى لعب الكورة باخر حاجة عندي فانا عايز اقف الوقوف ده مع الاندفاع ده فحصل الاستضام ما قدرش قولي الاستضام ده سبب المدافع لا الاستضام سببه الاتنين فبالتالي انا مش شافني فيه خلف يعني كان فيه لقطة ياريت كنا جبناها برضو كان الكابتن سامير عثمان وجابوا لقطة ان اللي داس على يعني لا ابو طيب داس على رجل المدافع عشان كده وقع فبكل الاحوال يعني كلنا استغربنا والرجل بعيد جدا شاف ايه يعني هو شاف ايه طب هو اللي بيشد الفانيلا ده وبيمسك مش الفانيلا بتتشد في ايدك هي فيه شد الهوى فين دي يعني كل بقى يعني التلامس ازا كان انا مش شاف حتى ان فيه تلامس حصل معا لين يعني هو المطش خلص واحد صفر بضربة جزاء حلال رجعت زمالك بانفراد نقطتين هو زمالك في كل حالك هي يترتب في الجدول حتى لو خلص المطش تعادل لان فرق الاهداف معا خلاصة الكلام ده انه اتحاد الكورة او لجنة الحكام شيء من الشفافية واعلان الشروط عشان تبقى المسألة الوقت اللي جاي صعبة يا جماعة والنبي عشان خطرهم هم بس الوقت الجاة صعبة قوي خلينا نتكلم كلنا بشفافية وبوضوحك بقى اه ومش معقولة كل مطش فيه لك 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 قابله وبعديه صحية ده يعني الدوري على قد جماله على قد ما هو دوري متوتر صحية في الدورة المتوتر ده يوم السبت ان شاء الله الانتاج الحربة هيلعب طلاق الجيش والجونة مع النجوم وددجلة مع المقولين وبرامدز مع الاسماعيلي الحد هيلعب بتروجيت مع الاتحاد السكندري والداخلية مع امبي وحرص الحدود مع سموحة ويوم التلات تسعة ابريل الاهلي مع المقصة ويوم الاربع عشر ابريل المصري مع الزمالك جدول الدوري بهذا الشكل حضراتكو هتشوفوه ده ما افضى بيه الإسماعيلي وجونا طبعا مؤجل من الاسبوع السبعتاشر ده جدول الدوري حتى الآن الاهلي الزمالك لعبه قد بعض الزمالك عنده سبعة وخمسين والاهلي خمسة وخمسين برامدز اللعب مباراة ازيد عن الفرقتين وعنده واحد وخمسين نقطة والمصري عنده اثنين واربعين نقطة من ستة وعشرين مباراة والذلك عنده اثنين واربعين نقطة من سبعة وعشرين مباراة والجدول زي ما حضراتكم شايفين بمناسبة الدوري فاتنا في البداية أننا نبارك لكل أبناء الجنوب عودة أسوان للدوري الممتاز أسوان رجع للدوري الممتاز خبر حلو والله قوي فألف مبروك للفريق مجد عبراتي هو المدرب ألف مبروك لأسوان ولكل جماهير الصعيد أنه يبقى فيه فريق بجانب الجونة كمان في الدوري الممتاز هنشوف السوشيال ميديا الأهلوية إزاي شافت توهج روح الفنينلة الحمراء وبلاص تسعين بعد الفوز الغالي على الاتحاد على الرغم مما يتسبب فيه تأخر إحراز الأهداف من قلق للجماهير الحمراء إلا أن تدارك الفوز بعد الدقيقة التسعين يبقى كاشفا عن واحدة من أسرار روح الفانيلة الحمراء التي تذوب معها أرواح وشاق الأهلي الجماهير الحمراء كانت على موعد جديد مع ضربة تسعينية وجهها فارسها المغوار إلى فريق الاتحاد السكندري تسببت في اكتساء صفحات السوشيال ميديا بمظاهر الفرحة الحمراء ومع مظاهر الفرحة نبدأ جولتنا بمسحة أهلاوية في جروب افتخر أنت أهلاوي ابن الصغير دخل سألني الديها كام يا بابا قلت له التسعين والنتيجة صفر صفر قال لما الأهل يجيب جون نديني عيال أهلاوية بصحيح خفة الدم الأهلاوية كانت حاضرة أيضا في جروب الأهل حبيبنا الذي نشر صورة تشير للمنافس التقليدي وقد بدأ منشغلا بالبحث في جوجل عن طريقة لإلغاء الدقيقة تسعين من المباريات تتواصل متعة الحديث عن روح الفانلة الحمراء فيكتب جروب صوت الأهلاوية طول ما الروح دي موجودة ما تخافش على الأهلي ويكتب جروب أولتروس أهلاوي الأهلي يعود من بعيد بقلب حديد لعيب رجالة لآخر لحظة ملوك الدقيقة تسعين من لاعب الأهلي نالوا حظهم من الإشادة فنشر جروب عائلة الأهلي صورة معلول لولو لولو من حبك علولو وكتب جروب نادي القيم والمبادئ هدف علي معلول مش معقول وهدف صالح آخر جنون ثم صورة بألف كلمة نشرها جروب عشاق الأهلي للنجمين علي معلول ورمضان صبحي تتنوع الإشادة بنجوم الأهلي وياتي الترحيب بالعودة الرائعة للنجم صالح جمعة من جروب أولاد التتش حمد الله على السلامة يا لالا وكتب جروب أهلاوي وأفتخر والله بعود يا رمضان فيما كانت تعبير عن الامتنان من جروب مع الأهلي دائما وأبدا رمضان وجمعة إيه البركات دي يتفاعل المشاهير مع الجماهير فيكتب الكاتب الكبير سعيد وهبا شابو لصالح جمعة ورمضان صبحي وعلولو وجيرالدو الموهبة تصنع التفوق فيما كتب الكاتب الكبير حامد عز الدين ثوز ذو قوة ثلاثية الإنصاف للأنجولي جيرالدو ياتي من جروب عين على الأهلي ما حدش ينسى المجهود والأسيست العالمي بتاع جيرالدو وأخيرا يلخص الحكاية جروب منتدى الأهلاوي الواعي فاز من استحق الفوز وسعى إليه فلماذا الخروج عن الروح الرياضية من خالد أمر ورفاقه تمتد جولتنا معكم إلى عالم تويتر مع محسن صالح مبروك فوز الأهلي في الوقت القاتل المعهود الزمن عنده صفارة مش تسعين لكن ممدود فرئته متعودة دايما تحققه واليأس مرفوض زكريا ناصف ربيعة وصالح جمعة نموذجا لتأكيد مورثات الإدارة في الأهلي التي تعتمد على التقويم والصبر وإعطاء الفرص وليس البترة برافو مجلس الأهلي وجهازه الفني والإداري نجم الفريق أيمن أشرف يكتب كلمتين يطول حولهما الكلام الدقيقة تسعين شريف عبد الفضيل يثني على معلول علول علول الكبير كبير الرعب يدخل قلوب المنافسين فيرد علي المعلق الكروي محمد الكواليني الكبير كبير هو الأهلي الحمد لله على الفوز نختم بجولة بين كلمات مشاهير الفن الأهلوية حيث كتب القبط والنبيل الحلفاوي ياه يا ساتر مبروك الثلاث نقاط ويداعب الفنان كريم فهمي النجم رمضان صبحي لما تلعب فيفا على أصعب مستوى وتيجي بعدها تلعب أسهل مستوى ده رمضان صبحي في الدور المصري وبسعادة يكتب الفنان أحمد السعداني متصدر لا تكلمني إنه الأهلي واهب السعادة يا سادة بعد ما شفنا طبعا كل تعليقات متأثرة بتوقيت إحراز الفوز المهم لكن لازم نتوقف ونعزل أول مصر كلها أولا في وفاة المفكر الكبير رحمة الله عليه دكتور أحمد كمال أبو المجد آه عليه رحمة الله آه والد دكتور أيمن أبو المجد وحمى الموانس إبراهيم المعلم ويعني مفكر كبير مفكر كبير ورجل يعني حيسيب فراغ مؤكد البقاء لله ورحمة الله عليه ولا أسهله الصبر والسلوان بكرة أو السبت إن شاء الله الأهلي وصاندونز الأهلي مع صاندونز ساعة ثلاثة بعد ظهر السبت بإذن الله المباراة في ملعب لوفتس فيزر فيلد بمدينة بريتوريا المناسبة زي ما أنتم عارفين دي مباراة الزهاب لدور التمانية للدور الأبطال طاقم الحكام هيكون من السنغال بقيادة مجيد انداي اللي أدار الأهلي وسنبا التنزاني في برج العرب اللي الأهلي فاز فيه خمسة صفر صاندونز من الفرق العريقة والكرة الجنوب الأفريقية من بعد ما رجعت للمعترك الأفريقي أو للساحة الدولية حتى بعد عزلة طويلة بسبب سياسات التفريقة العنصرية وبدأت الأندية الأفريقية باستمرار الجنوب الأفريقية تلاقيه قدام الأهلي في المناسبات الكبيرة صاندونز كايزر تشيفز حتى أورلاندو بيراتس أكتر من نادي الأهلي اعتدى على مواجهتهم صاندونز تأسس 1970 عنده دوري أبطال أفريقيا عام 2016 وعنده الصبر الأفريقي 2017 محليا هو بطل دوري جنوب أفريقيا خمس مرات وفاز بكأس جنوب أفريقيا مرة وبكأس الدوري مرة مدير الفني الحالي بيتسو موسيماني ده جنوب أفريقي والحقيقة أول إمبارة حباشواندس كان له تصريح عنده احترام كبير جداً لله حتى قالك ده فريق مرعب وقال لهم في المؤتمر أنتوا شايفين الوداد المغربي فريق كبير الأهلي أكبر بكتير من كده والتراجد تونسي الأهلي عنده أفضلية على كل دول وحتى تناول ووضحوا أنه متابع كويس قالك ده باع لعيبة بستة مليون دولار وانتوا فاهمين يعني ستة مليون دولار ولما باع رمضان صبحي للدور الإنجليزي استردوا تاني عشان يدعم بيه قوته فحافظ وأرسل محل الأداء حضر مباراة الأهل والزمالك علشان يدي تقرير كامل وده خلينا لازم نخلي بالنا بلاهم احترام كامل للنادي الأهل لأن النادي الأهل كمان نتائجه مع جنوب أفريقيا نتائج إيجابية في معظمها يعني وانا ما زلت تذكر محسن أرتوغال اللي هو بيمرن كايزر تشيفز وحيلاعب الأهل ويتحدث عن الأهل واخترته ويتحدث عن خالد بيبو واللي خاف من العفريق يطلع له في 2001 لأن خالد بيبو كان مفتاح الفوز في هذه المباراة طيب فيه منسق برضو سانداونز تحدث في صدى البلد بإشهادة كبيرة جدا عن الأهل هو جي حضر كمنسق أداء عشان يتابع مباراة الأهل والزمالك يعني جسوس شارع الراجل جاي بشكل واضح وصريح يتابع الأهل ويقول وجهة نظر فيه نشوف كتب إفتقريره زي ما تحدث في صدى البلد كيف رأى هذا المنسق الجنوب الأفريقي فريق الأهل ده أهم حاجة إنه دي النقطة الأشهر عن الأهلية على المستويات المحلية والقارية التسجيل في الدقائق الأخيرة أو ما يعرف في مصر بروح الفنية للحمراء إزاي أنت بترى هذا الأمر كمنافس مقبل للأهل أول حاجة أنا أهلاوي أهلاوي إذا أنا أهلي فان أعلم إذن كوتش نوز حتى كوتش بوتس مسوغاني عارف كنا راجعين من المغرب حاجة بس غريبة كده نقولها وإحنا راجعين من المغرب كنا بلعب الأوداد وإحنا راجعين في الباص قال لي على فكرة حنا نعنلعب الأهل فقالها بدحك قبل القرعة قبل القرعة قالها بدحك يعني قال لي إنها خليك تبكي يعني على أساس أنه حي خرج الأهل بس إنيوي إن شاء الله نخليك إحنا تفرح هما الاتنين بصراحة سيبقوا فرحتي اللي يكسب منهم سيبقى فرحان بس في النهاية النادي الأهلي فرق كبير زي ما قال غلام هما عارفين الأهلي كويس جدا جدا يعني حتى دايما الكوتش لما بيقعد في المؤتمرات الصحفية دايما بيحكي عن الأهلي يعني ما بيجي بيوصف فرقة كبيرة بيقول الأهلي حتى لو رجعت المؤتمر في الوداد ذكر الأهلي الرجل بيحترم فريق الأهلي جدا جدا وحتى بيشبه لعيبته يقولهم يعني أنتوا لسه ما أخدتوهش وما لو بقيته زي لعيبة النادي الأهلي فدايما النادي الأهلي بالنسبة له يعني طوب الكلام ده على قد ما بيخليك تفخر على قد ما بيقلقني لأن مدرب بهذا التقدير النادي الأهلي والحرص على تحليله هو واخد باله أو من نادي الأهلي أنا عايز أقول بس للمشاهدين لنا ده ده مصري اسمه خالد علي عايش في جنوب أفريقيا وشغال منسق لساندونز جاي مع جلوم لابوديا اللي هو محلل الأداء اللي كان قاعد جنبه اهتمام بالغ والتركيز الشديد ده لازم يخلينا نقابله بتركيز أشد ونخلي بالنا أن الناس دي عامل حسابنا وحتحترمنا جدا في الملعب فلازم نحترمها قوي عشان نقدر نعد المطشد على الخير إن شاء الله على خير دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في الحادية عشرة مساء الإثنين القادم إن شاء الله تسوء على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة